السلام عليكم وزيكم جميعاً يا رب تكونوا خير شرفتونا ونورتونا النهاردة في مارستان ترينيج سنتر معاك الدكتورة زينب حسن مدير الطبي لمؤسسة نبعاً النهاردة احنا بتشرفنا مسفايزة وهي كان لها معنا لقاء سابق قبل كده وهي متخصصة جداً في النيرسينج الانسباهي والكواريتي مروفينت وحاجاتها اللهم بارك كبيرة جداً في الاعتماد سواء الانسباهي أو ال جي سي اي ما شاء الله عملت محاضرة قبل كده وكانت محاضرة عالة جداً وكنتم متفاعلين معاها اللي يقدر يطلع العايز يطلع على بارت وان يقدر ان شاء الله بنويتواصل مع أقام خدمة العملة اللي هتنزل على الشاشات وأسألنا خدمة العملة ينزلوا أرقامه اللي هتنزل على الزملاء يقدروا ان هم يتواصلوا معاهم عشان يسمعوا بارت وان طبعاً بارت وان شاء الله هيكون متاح بإذن الله على الصيد ان شاء الله معاكم خلال 24 ساعة بكرة آآ زملاءنا الجدد اللي أول مرة يشرفونا واضلاً هتواصل على رقم الوقت الساب اللي هينزل على الشات آآ إذا ما فيش صوت لأكيد مش مش شغل مايك أسألنا خدمة العملة يكتبوا لزملاءنا على الشات اللي ما عندهمش صوت أكيد هم مش عاملين كل ومش مش شغلين المايك يكتبو لهم إن هم ياخدوا بلهم ويشغلوا المايك آآ طيب ماشي آآ بالنسبة اللي زملاءنا اللي شرفونا نهاردة أول مرة بالحضور آآ إن شاء الله يقدروا يحصلوا على المحاضرة وعلى الشهادة بنخلال التواصل مع رقم الوقت الساب إن شاء الله اللي هينزل آآ على الشات آآ أسأل زينكو تتابعوا هل الصوت مسموع يا جماعة؟ هل الصوت مسموع؟ طيب كويس أوي آآ طيب آآ احنا عكيب المرستين عشان زمراءنا الجودة لأول مرة يشرفونا عندنا ما شاء الله برنامج في الاعتماد يتجاوز آآ التلاتين ساعة آآ في مختلف الحاجات في الام اس في الام آآ اف ام اس في المريكيشن في النيرسينج آآ في الجوفرنمنت آآ في حاجات كتيرة جدا في الانفكشن كنترول في بيشن سيفتي آآ حاجة جدا للزملاء المهتمين بالاعتماد آآ فاللي حابب بيتواصل معانا عشان خاطر يشوفوا البرنامج خاص بسباهي ان شاء الله يتواصل على رقم الواتساب اللي بينزل على الشات بحيث ان شاء الله ان احنا آآ تقدر توصلوا للشهادة والتسجيل المحاضرة آآ تمام طبعا احنا عندنا برامج كتيرة جدا مجانية بتجاوز 600 او 400 ساعة آآ في اشياء مختلفة آآ ان شاء الله زملاءنا الجدو دي تواصل مع رقم الواتساب اللي بينزل على الشات ويحصل على كل برامجنا المجانية آآ تمام طبعا عندنا قيمة برامج المدفوع برضو في كل تقريبا الكورس سي بي اتش كيو سي بي اس سي بي اي سي اي سي سي جما جين اند بلاك بي ام بي وغيرها فان شاء الله زملاءنا المهتمين بأي مكورسات المدفوع دي تواصل برضو مع رقم الواتساب ان شاء الله اللي بينزل على الشات آآ بشياخد قدتكم ان شاء الله اكتر من كده ويسيبكم ان شاء الله مع ميس فايزة وان شاء الله بعد ما تخلص هيكون لينا برضو كلام مع بعض ان شاء الله لأي استفسارات شكرا جزيلا السلام عليكم وحمد الله وبركاته آآ انا بس احب اعرف ان الاسكريين واضحة كده لو حد يقدر يكتب لي بس ان الاسكريين واضحة تمام 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 اوكي بنبتأ كده بسم الله الرحمن الرحيم آآ زي ما تفضلت دكتورة زينب ان شاء الله احنا هنتكلم اليوم على آآ آآ نيرسنج شابتر وحقيقي من خلال النيرسنج آآ شابتر في سباهي انا حابة اتطرق لي آآ مش شابتر لكن بعد الستاندرد المتدخلة مع الاضر دومينز ومع الاضر آآ شابترز وطبعا مهمة جدا 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 وعارفين ان هي لو آآ اي ارجانيزيشن آآ يعني فالدف وان ستاندرد منها هيكون فيلير لكل الارجانيزيشن في الاكريديتيشن آآ يمكن سمعنا عنه اسمه اي اس آر فاليوم ان شاء الله هنناقش ال اي اس آر ستاندرد انا حابة ان انا نناقشها لانها من الستاندرد والمعايير المهمة جدا مع النيرسنج ستاندرد ان شاء الله تقدروا تستفادوا بإذن الله من يعني بنقول الديسكيشن اللي هتكون خلال وقت قليل بإذن الله تقدروا تستفادوا بأكبر معلومات آآ طيب ان شاء الله هنقدر نعرف اليوم آآ انتردكشن سريع على سباهي هنعرف يعني ايه اكريديتيشن وليه الاكريديتيشن مهمة بالنسبة لنا هنعرف اللي ستراكتشور ليه الناشونال هوسبيتال ستاندرد وهنتعرف على الاي اس آر زي ما قلنا الاسسينشل سافتي ريكوارمن وهنشوف سريع عن السورفي فيزيت والسورفي تيم والاكريديتيشن ديسجر رولز بعدين هندخل على النيرسن كير ستاندرد والامبليمينتيشن ليه سباهي زي ما احنا عارفين هي organization هي accreditation organization هي طبعا مؤسسة حكومية تحت الدولة not private organization مسؤولة انها بتدي accreditation certificate للgovernmental وللprivate sectors الـ Appropriation لها هي Central Board for Accreditation of Healthcare Institution ودي هيئة سعودية واختصاراً لها سباه Accreditation نفسه هو يعتبر formal process كان في الأول ما بدأ في 2003 كان voluntary لكن حقيقي في آخر السنوات عملوها أنه هو compulsory mandatory على كل المؤسسات إذا كانت الـ Private Sector أو الـ Governmental Sector وباتباحها فوكست عليها جداً وزارة الصحة طيب هو دور الـ Accreditation إيه؟ إنه هو بيأسس الـ Organization من خلال مجموعة من الـ Standard Redetermined and Published Standard يعني Standard معايير هما منزلينها في جايد إحنا من خلال المعايير دي ومن خلال الـ Intent لكل Standard والشرح ليه والـ Sub Standard نمشي عليها بنعمل لها implementation فيبتدي إنه هما السباهي تيجي تعمل review وتأشور performance بتاعنا comply مع الـ Standard وناخد الـ Score عليه وعلى أساسه تبقى accredited organization أو لا طيب هل الـ Accreditation importance طبعاً هو مهم جداً 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 يمكن فيه المملكة العربية السعودية يمكن شايف أن معظم اللي داخلين طبعاً هم من المملكة العربية السعودية قدي إيه موضوع الـ Accreditation بالنسبة لو فيه أي مؤسسة بتشتغلوا فيها حسيته إنه فارق في الموضوع إننا اكدت الـ Hospital تحس إنه هو ما فيه ما فيه Streamwork واضح ما فيه Safety حتى حطنا في التراك الصحيح للـ Governance الحوكمة الصحيحة للأمور للـ Leadership Structures ولـ Safety وإنه هو بحسن كتير الـ Patient Safety وقل للـ Risk of Near Mass والـ Adverse Event والـ Medical Errors اللي كانت بتحصل وساعدنا كتير على الـ Quality Improvement دي يعني كده سامري سريع على الـ Standard سباهي سباهي فيها 31 Chapter الـ 31 Chapter تحتهم Standard 579 Standard وتحتها الـ Standard 7 Standard 2317 سباستاندرد منهم 20 ESR وقلنا 20 ESR دولة Zero Tolerance ودولة اللي هنتكلم عليهم إن شاء الله طيب طيب دايماً بنشوف لما يجي لك سباهي هتلاقى الـ Chapter موجود عندك بدء بالـ Leadership بدء بعد كده عندك الـ Human Resources الـ Medical Services الـ Provision of Care الـ Nursing Care الـ Total بتاعهم 31 Standard طيب 31 Chapter كل شابتر من دولة تحتها مجموعة من المعايير الأساسية المعيار هو مجرد Broad Statement يعني عنوان عريض جداً عايزين نطبقه هنطبقه من خلال إيه؟ من خلال الـ Sub Standard يبقى تقولي الـ Sub Standard مهم جداً لهو إنه هو اللي بيقول لك الطريقة إزاي تعمل implementation الـ Standard الـ Standard زيب الزبط الجول لما بتقرأ جول الجول بيكون Very Broad نفس الكلام الـ Standard Very Broad وهو بيقصره لك للـ Sub Standard اللي هو How to implement الـ Standard دو فمثلاً الـ Leadership عندك 31 Standard تحتهم 157 Sub Standard هنا أستمتلكوا الـ ESR في كل شابتر إيه علاقة الـ ESR هل فيه ESR Standard في الـ Leadership لا أم فيش طب الـ Human Resources فيه Standard واحد خاص بالـ ESR الـ Medical Services فيه Standard واحد خاص بالـ ESR الـ Provision of Care عندهم 2 Standard خاصين بالـ ESR هنا الـ Quality Management والـ Patient Safety فيه 2 Standard للـ ESR الأنسيزيا فيه 2 Standard دي كل شابتر زي ما إحنا شايفين نفس القصة هنا مكملين 31 شابتر الـ Total Standard زي ما قلنا 579 والـ Sub Standard 2317 و20 ESR أنا بس حبيت أعمل الـ Introduction دي علشان لما حدي قدامنا يقولي Standard أبقى فاهمة أي كلمة الـ Standard Sub Standard يعني إيه Sub Standard لما يقولي إيه ESR أبعرف يعني إيه ESR لما يقولي Chapter أبعرف يعني إيه Chapter لما يقولي Domain أبعرف يعني إيه Domain الـ Domain اللي هم السبعة سيرفير اللي بيجوا على الـ Domain ودولة اللي هنشوفوه لكن الـ Chapter هي شابتر موجودة في سباهي Guide بالمسميات دي Hemodialysis Emergency Care Radiology Services Burn Care وهكذا وكل واحد منهم تحتها Standard اللي هو Statement عريضة وبعدها كل Standard تحتها بـ Standard اللي هو How to implement the Standard والـ ESR طبعا متوزعين على كل الـ Chapter التوتال بتاعهم 20 هما كانوا في الأول 16 لكن بعد حريق مستشفى جيزان يمكن سمعنا عنها خلوها 20 يمكن سمعنا زودوا كام الـ Standard في الـ Safety هلاكي دايماً وإحنا بنقرأ يقول لك LD, HR, MS, PC, NR الـ Abbreviations والأكواد دي نبقى عارفينها لما يقول لـ LD أبقى عارفها ده شابتر الـ Leadership ومش لازم يقول لك Leadership فبس إحنا عشان نبقى يعني familiar بموضوع سباهي نبقى عارفين بسرعة كده الأكواد دي لما يقول لـ ICO أبقى عارفها نده شابتر الـ Intensive Care Unit بـ ICO أبقى عارفاً ده شابتر الـ Pediatric Intensive Care Unit وهكذا طيب نفس القصة خلينا ندخل على الـ ESR الـ ESR زي ما تشايفين أنه هو إيه؟ يتاخد full rate يتاخد zero مفيش في النقص أي range of scoring لأ مزي الـ Standard of سباهي التانين سباهك لاقي فيه score zero أو one أو two أو نطق بليك بالـ Service مش عندك أساساً والـ Service دي not for Neuroscope مش موجودة في الـ Scope بتاعك لكن الـ ESR هو بيدي لك اتنين يهيدي لك الفول rate اللي هم اتنين يهيقول لك انت zero وهم كام زي ما قلنا عشرين خلينا هناخد واحدة واحدة كده ونتكلم عليها هتقول لي أنا كنيرسنج انت نكون معظم اللي بيحضروا نيرسنج آه حضرتك كنيرسنج وكل individual في الـ organization مسؤولة عن الـ ESR ليه؟ لأن الـ ESR بيجي لك annual survey انت بتبقى الـ Certified من الـ ESR سنوياً غير سباه سباه بيجي لك كل ثلاث سنين يجدد لكن الـ ESR بيجي لك سنوياً يعني ممكن لقدر الله لو انت accredited وخدت سباهي ممكن تيجي السنة اللي وراها هيجي لك ESR يقول لك fail هيجي لك كل الـ accreditation اللي انت أخدته الـ ESR زي ما قلنا zero tolerance وده مركزين عليه جداً من الوزارة ومن مدرية الشؤون الصحية ويعني من الأمور المهمة جداً 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 في survey طيب هنلاقي أول standard بيكلم في الـ HR5 اللي هو الـ Human Resource رقم 5 بيقول لك إيه؟ إن الـ hospital فيها process for proper credentialing of staff members license to provide patient care هل عندك credentiality process؟ ليه عملوا الموضوع ده؟ لإني ممكن سمعنا كده كان في الأول فيه ناس بتجيب شهادات مثلاً مش صحيحة شهادات مزورة وكده فبدأوا الموضوع ده يمكن في 2008 يعملوا process credentiality والprivilege في كل كل person موجود في الـ organization ويتأكدوا من الأوراقة بتاعه طب أنا كـ surveyor هجيلك دلوقتي في النرسنج هيقول لك الديني وشرح لـ credentiality process وعايز أتأكد منها عندك في المؤسسة صحيح الـ HR هي تحت الـ HR لكن أنا برضو كنرسنج مسؤولة عنها إزاي؟ هيشوف إيه كـ surveyor هيروح يشوف الـ personal file وهيشيك في الـ personal file على هيشوف الـ education certificate أنت خرج إيه؟ بكالوريوس تمريد فين البكالوريوس بتاعك؟ دي حاجة ومتوثقة والأختان موجودة ولا لا طيب هشوف الـ current license بتاعك license اللي انت جايبين من بلدك والـ license اللي هو بتاع مين بتاعه؟ السعودية اللي هو الـ Saudi Council هشوف الـ experience مهمة جدا لأن اح تعرفين حضرتك كمدير تمريد أو لو حد من الـ quality موجودين معانا أو حد HR انت بتطلب إيه؟ عندك انت scale ماشي عليه فانت scale ده بيقولك هتحط فلان على position معين لازم يكون لي expected أو years of experience معينة أنا محتاج manager المانجر ده مش أقل من 5 سنين فلازم نشوف years of experience وكمان كل الترينينج اللي أخد وبعدين هيحصل إيه؟ المفروض كـ organization تبتدي أنها تعمل verification للـ accuracy من الـ original source يعني أنا خريجة جامعة اسكندرية يبعته لجامعة اسكندرية مين اللي هيبعت؟ عندك حكتين لو أنت مستشفى قوية وعندك HR يعني robust system قوي وHR قوي هو ممكن يقدر يعملها ويتواصل مع الـ original source ويكون عندك كل الإفدانسيز على موضوع الـ communication بينه وبين الـ original source الجامعة بتاعتك أو لو معاك ماجستير أو دكتوراب يبتدي يتواصلوا مع الجامعات ده أو ممكن أن هما يبتدي يعملوا external agency يروحوا واخدين external agency يجيبوها يقولولها والله أنتو شركة خليكوا أنتو تتابعونا موضوع واتجيبونا وتشوفونا مصادر الشهادات دي للموظفين بتوعنا فالمصدرين لكن أنا كالسيرفير يهمني أن أنا أشوف الـ process دي كلها تمت ولا لأ تواصلت مع الـ original source مع الجامعة والجامعة ردت عليك طب الكلام ده بيتم إزاي بيتم عن طريق أي هو سبع لك بصت لما تقرأ الـ standard هو ما قالكش فيها أي حاجة وقالك أنتو حر توريني fax توريني email توريني phone call يكون documented يعني حضرتك موقع عليه والجامعة يكون أي والفون call اللي بينك تبعتها لهم كده بالـ email يوقعو لك على الـ minutes أو الفون كل اللي حصل بتكتبه في minutes of meeting أو تكتبه على ايه فور عاديا أن فيه أي communication بينكو بعض بين بعض over the phone ويعمل لك stamp عليه أو signature عليه عن طريق البريد عادي ابعت له كل الـ documents يرد عليك عن طريق ويب سايت لكن يكون secure لأن دي تكون شهادات طبعا فكل الأمور دي هو سبها لك أنت حر فيها المهم توريه له الـ process أن أنت تأكد أن كل موظفة عندك في الـ الـ organization شهاداته مصبوطة جميل؟ طيب هتقول لي كلام دوة تتطبق على مين؟ حضرتك بتشتغل في مؤسسة نقول corporate مثلا زي سليمان فقيه أو السعود الألماني وعندهم franchise كتيرة جدا وجيبتلي نيرس من الرياض وديتها جدا طيب هل دي ما تجيش بالـ privilege بتاحها؟ لا تجي حتى قالك لو الـ full time، الـ visitor، الـ full time، الـ low cam، أي واحد بيشتغل عندك حتى لو هيجيلك شهر احنا بنعمل الموضوع دوة في حد من مكة موضوع في مستشفيات المشاعر اللي بتشتغل لمدة يا جماعة 15 يوم تخيلوا 15 يوم وبنتأكد من الـ اقول له هكلي معاك وانت جاي قبل ما تيجي تاخد عندي الحاج وتخدم المرضى وتخدم الحجاج اللي جايين توريني كل الإفيدانسيس بتاحتي وتجيبها اللي معاك وانت غير كده انت مش هتدخل عندي في المؤسسات بتاعة المشاعر واللي هتشتغل في فترة الحاج فملهاش علاقة full time، part time، visitor، لو كم أي حد هيجي لو يوم عندك لازم تتأكد من الكريدنشالي انت مش هتعمل هو لهو قريدي متعين في مستشفى تانية يجيبه هو جاي طيب، ندخل على تاني نقطة موجودة في الـ medical staff قلنا ده code للمedical staff chapter رقم سبعة standard رقم سبعة بيقولك ايه ان المedical staff members have current delineated clinical privilege حلوة قوي privilege يعني ايه كلمة privilege نسمع عن كلمة clinical privilege اللي هو ايه الامتيازات السريرية يعني ايه امتيازات سريرية؟ يعني الطبيب او نيرس ليها clinical skills انا جبته صحيح وهو certified لكن مش عارف اشتغل هانا هعمل بايه؟ فانا لازم اعمله حاجة اسمها clinical privilege clinical privilege اول ما بيجيلك بيجيلك موظف جديد بتعمله له لمدة تسعين يوم من دايزير وبعد ما خلص الorientation بتاعته على حسب انت مؤسستك بتدي اورانتشن لمدة اسبوع مدة اسبوعين مدة عشر تيام خلص يلا اعمل لي clinical privilege مين اللي بيعملهوه؟ رئيس القسم او الهيد نيرس او المانجر بتاعت المكان بتعمل اللي clinical privilege اتأكد ان الشخص اللي جاي للاستاف ده عنده skills مهارات يقدر يشتغلها انا الطبيب مثلا هي عبارة عن لستة معينة بتكتب فيها اسم الفيزيشن بتكتب فيها الرقم الوظيفي الادى number بتاعه وبعدين بتقول عليها temporary privilege او permanent privilege او re privilege permanent privilege يعني اول حاجة temporary temporary ده خلال التسعين يوم لان انا ممكن امشيه بعد التسعين يوم واقول انه هو معلش ناتكبه بالبارسل صح؟ طيب خلص التسعين يوم انا مش هكمل على التسعين اروح عامله permanent privilege بيرمال انت بريفليج جوات ما خلص للسنة بعد كده ابتدي ان انا اعمل re privilege سباها قالت لنا واضحة وصريحة ان ال re privilege بيتعامل كل سنتين يعني تجدد ال privilege بتاع الفيزيشن كل سنتين طب التمريض اسمه privilege؟ لا اسمه competency وبيتجدد كل سنة جميل؟ فلما تشوف انت ال privilege بتاع الاطباء هتلاقي بعد ما كتبت له كل اللي skills يعني مثلا admitting patient هل هو بيعمل admission للمرضى ولا لا assessment of patient بيدي مثلا administration of chemotherapy مثلا surgery مثلا اي كل اللي بقى جاي لك جراح عزام بتكتب له مثلا كل السيرجز اللي هو بيعملها كسيرجن ortho وتروح اطف له الليستة وتحط بعدها تلاتة كولوم لتنين اول واحد بيقول لك assisting only يعني ما يخلهوش يشتغل ده مش هيشتغل لحاله ده بس بيأسست ال consultant بيساعد ال consultant اللي هو معه ال privilege وال skills انه هو يشتغل انا بقى في جنبه بس ساعده مش اكتر supervised تاني column اسمها supervised يعني اشتغل لكن under supervision يعني لازم ال consultant يسيبني اشتغل لكن هو يكون واقف يرقبني وتالت كولوم اللي هي ايه independent يعني انا بعمل كل اللي ستة اللي موجودة قدامي انا بعملها independent ولا حد بيرقبني ولا انا assistant لحد طيب التمريد نفس الكلام كل كل procedure عندك في المكان حضرك هي بنرسى ICU عندك ventilator هتعمل لها كمبيتنسة على الدرسنج ال wounded dressing هتعمل لها كمبيتنسة على vital signs شوفوا بدقين من اين هتعمل لها كمبيتنسة على كمان مثلا ال IV administration كل step وكل process بتعملها للمريض لازم يكون عليها كمبيتنسة وقلنا دوت بيتجدد ليه التمرير كل سنة نيجي بعد كده الPC 25 بيقولك ان في policies and procedures guide the handling we use and administration of blood and blood product يعني عندك سياسة هو عايز يشوف هنا ايه سياسات على او guidelines زي ما تحب على administration of blood and blood product معروفة انت عندك blood band هتكتبلو كلام ده كله طبعا في السياسة ازاي بتجيب البلد ازا كان عندك blood bank centralized blood bank من عندك بتستلمو ازاي وايه الطريقة of transportation بتجيبو من بره من blood bank من مركز خارجي بتجيبو ازاي وبتنقلو ازاي للمؤسسة عندك وبتنال خلال قديم كل دوت يكتب في procedure very clear طيب مين اللي بيعمل order لل blood transfusion مين اللي لما بيجي بيده administration لل blood بياخده consent مين اللي بياخد ال consent هو جاب لك بعض الامور واضحة قالك ان ال physician بس هو تكره لك في standard دي دي الامور دي ان خلي بالك ان ال physician بس هو اللي بيعمل ordering لل blood transfusion وان ال physician كمان هو اللي بياخد consent مينفعش فيها ال nurse دي وكمان قالك ان في two staff verify cross match order يعني احنا مع بعض يعني وقتين احنا اللي اتنين بنسحب ولا يلا هي واحدة هتسحب لكن ال verification اللي هي قلنا ايه two independent verification يعني حضرتك هتأكد ان هو المريض الصحيح لحالك وتيجي التانية نفس الكلام تعمل verification ان هو correct patient وهنشوف الكلام ده correct patient فيه standard اللي بتكلم عليه لوحده بعد كده هتاخد sample من المريض جميل وهتعمل label هي تقرأ label انا اقرأ label المزبوط للمريض المزبوط وتأكدت انها تيوب الصحيحة في ال amount الصحيحة وديها لزميلتي برضو بعينها الحالة ما نبصوش احنا اللي اتنين في نفس الوقت ممكن احنا اللي اتنين نغلط لكن كل واحد اسمها independent double check طيب بعد كده في هنا كمان قالك ال PC فيها patient at risk for developing venus thromboembolism are identified and managed ده مركزين جدا 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 على موضوع ال VTA دي طبعا ال PC اختصار لcode او ل chapter بتاع ايه ال provision of care ال provision of care كل ما يخص المريض ادي blood transfusion رجع هنا في standard رقم 26 في ال PC ال provision of care بيتكلم على ال venus thrombosis لقيم حالك وفيات بتحصل من ال vta بتدخل المستشفى وتموت من ال vta اللي بيحصلها فجابها لك standard واضح و zero tolerance فيه وطالب فيها ايه طالب فيها لجنة وهنشوف الكلام ده احنا ازاي تو implement all of this standard محتاجها على شكل ايه نشوفها هل محتاجها document هل محتاجها observation هل محتاجها interview ده اللي هنشوفه هو هنا طالب في ال vta كن عندك process واضح ال process دي عايز على شكل يكون عندك لجنة لل vta كمتي هيكون عندك سياسة لل vta طب السياسة دي ما هكتب فيها ايه هقولك انت دلوقتي ال vta assessment هتعمله امتى time frame واضح وصريح تقول لي في ال vta assessment هتعمله up and admission and within مثلا 24 hours حضرتك عايز تعملها within 6 hours of admission زي ما تحب هو ما حدد لكش فيها الوقت انت كتبها براحتك your decision your judge حسبك على كل كلمة انت كتبها في السياسة جميل عايز يشوف الطول عايز يشوف الطول وال scale اللي انت بتستخدمه وال score اللي طالع من scale على حسب ال assessment وعايز يشوف كمان preventive measures اللي اخدتها عشان تمنع أثناء hospitalization اللي المرمي ما يجلهوش vta وعلى حسب ال score هو ال skill واضح هو بيقول لك لو أقل من كذا هتديله prophylactic measure يعني زي الاستيك bandage ركبه ولبسه شراب بس فيها يقول لك therapeutic therapeutic هتديله لدرجة هتديله زي الكليكسين مثلا وفيها doses على حسب ال body weight بتاعته هتديله 40 ولا هتديله 60 ولا هتديله 80 وكلنا عارفين الكليكسين طبعا وساعتي الدهيباري طيب فيه بعد كده ال standard QAML quality management بيقول لك hospital has a process to ensure correct identification of patient patient identification كل المؤسسات لازم تعمل to identify وقال لك to identify بس ما قال لكش to identify ايه بس نتمنى ان ما يكونش واحد من identify patient room لان patient room بتتغير من وقت اللي التاني حضرتك head nurse في المكان او charge nurse بتغير صح المريض من بد لبيد ومن روم لروم على حسب جالك حالة isolation جالك حالة infection جال حالة مثلا irritable وهتعمل قلق اللي حولها هتنقلها بغرفة single room لحالها صحيح فهنا قال لك to identify and identify وسبها لك بس ما تحطش فيها ايه تحطش فيها ال patient room وقال لك to identify you فضل ان هو طبعا احاكيد هيكون patient name بس ما تقوليش patient name وتسكت لا patient name ده كم دجت مستشفات بتقولك ثلاثة يعني ثلاثة اسامل فيه مستشفات كتبها اربعة دجت زي ما تحط فيه تمشي بثلاثة وتمشي باربعة احنا بنفضل اربعة لشان الاسمر دايماً ثلاثة اسامل متشابهة لقى فايزة احمد محمد وهتلاقي فايزة احمد محمد كتير جداً الرابع دايماً بيكون الفايصل بنا وبنبع وبعد كده medical record number من identification هو هيكتف بكده لا هو هيشوف ال policy بتاعتك مكتوب فيها الكلام ده وهيشوف الكلام ده على فايل هيشوف هل فيه موجود انت حضرتك طابع في الفايل بتاع المريض الاستيكر عليه patient name وعليه urn وكمان هيروح يسأل التمريض دي نقطة وكمان هيروح يدخل للمرضى وهيشوف هل انت بتعمل identification للpatient before any procedure هيسأل المريض هل قبل ما يدولك blood transfusion سألوك عن اسمك وديك كله عشان كده نحفظ التمريض patient identification before any procedure قبل vital signs patient identification blood قبلها medication administration قبلها الجراحة قبلها كل حاجة قبلها patient identification لان بتحصل كوارس منها بعد كده الstandard التاني في الquality رقم 18 بيقولك ان الhospital has a process to prevent wrong patient wrong site wrong surgery procedure ودي تحتها قصص كتيرة جدا ساب standard عشان how to implement هو شايفين هنا شايفين الstandard مكتوب ازاي جماعة؟ مكتوب هو broad لكن طب انت قلتلي how to prevent wrong patient wrong site wrong surgery و procedure ايو انا هعمل الكلام ده ازاي هو ما سابقش ولما ترجع للسباهي guide هتلاقي كتبلك في السابس standard اللي قلنا عليهم هتعمل الكلام ده ازاي قالك لازم يكون عندك policy procedure لازم يكون عندك time out time out دوت اللي انت بتعمله قبل اي جراحة عشان تتأكد ان هو المريض الصحيح وتتأكد ان هو انت هتعمل في السايت الصحيح وهتتأكد ان هو تعمل ال procedure الصحيح مع ال equipment اللي هي محتاجها الصحيحة تمام؟ و قالك مين اللي هيعمل surgical site هنا marker كتب هالا قالك ان physician او الجراح نفسه اللي هيعمل procedure هو نفسه اللي لازم يعمل surgical site marker جميل و قالك كمان امتى تعمل time out دوت وفيه sign in و time out و sign out وكل واحدة شرحها بطريقة sign in اللي هو قبل ما تيجي تعمل surgery بتتأكد من ال equipment ومن machines بتحتك وان كل needed equipment موجودة مش هتحتاج حاجة مش هتتروح وتيجي كل شوية تعمل ايه interaction ال procedure اللي هيتم طيب وبعد كده هتبتدي time out اللي هو كل team يبقى موجود انا بشرح بسرعة كده time out ان هو كل team يبقى موجود ال team ده انا محتاجة الجراح الجراح يبقى واقف وال nurse scrub nurse مثلا تبقى واقفة طيب انا مش هعملها كل في الققر قالك اي invasive procedure يعني اي procedure invasive هتختارك في ال skin خلي بالك هتعمل في time out حتى لو هتعمله full ward عندك فوق يبقى كل team موجود مين الجراح الجراح هيكون موجود النيرس هتكون موجود circulating nurse scrub nurse موجود التخدير موجود كل team اللي انا هحتاجه اثناء العملية لازم يكونوا واقفين ونقول time out ونشاور بقيدينا time out كله يسكت يلا اوكي نبدأ المريد هو اللي يقول اسمه اسمك خلي المريد اللي يقول مش انت اللي تشايك ما هو ممكن لابس اساسا اي دي باند غلط فانت تسأل المريد عن اسمه خليه هو verbalize his name وهو بيقول اسمه انت تشايك على ريس باند بتاعته اي دي باند اللي لابسها المريد هل هو صحيح ولا لا وفي نفس الوقت واحد زميلة ماسك الفايل يتأكد ان هو الفايل الصحيح لان ممكن يكون الاي دي صح وممكن يكون المريد قال اسمه صح لكن الفايل جاي غلط تحصل فاحنا ثلاثة انا هسأله يقول اسمه وفي نفس الوقت انا بشايك على اي دي باند هو بيقول اسمه شوفه اسمه صحيح ولا لا وكمان حد من زميلة ماسك الفايل يتأكد ان هو الفايل الصحيح هتعمل جراحة فين خلي المريد هو اللي يقول هنا هعمل جراحة في ال right eye او left eye مثلا في surgical site marking في علامة انت العلامة انت تختارها واكتبها في السياسة بتاعتك السياسة دي حط ارو حط سهم حط point حط star حط box حط square زي ما انت عايز في المستشفىات بتعملها سهم ارو في المستشفىات تعملها مربع square زي ما انت عايز في المستشفىات بتعملها over فحط العلامة بتاعتها خلاص جاهزنا تمام المريض الصحيح وكده يلا اوكي هنعمل ال procedure وبعد كده هنعمل sign out sign out sign out تتأكد ان كل ال equipment اللي حضرتك دخلت بيها هي هي ما نسناش حاجة ببطن المريض ما نسناش جوز ما نسناش اي نيدل ولا سيزر ولا ارتري ولا اي حاجة فدي الفكرة وان البيوبسي موجودة وان البيوبسي لابلد وان البيوبسي تحطت في فورمالين كل دول في sign out بعد كده في standard التاني اللي هو بيقولك ايه ان الانسيزيا فيها حطتلك عليها اتنين standard two اللي هي انسيزيا stop members have the appropriate qualification اه بتاع التخدير ده برضو هيرجع تاني الاول واحد اللي هو يكون عنده privilege ويكون عنده credentiality الانسيزيا ده يكون certified انا مش جايب اي حد وقلت ايه الله انا هدربك على جهاز التخدير وهدربك على ادوية واشتغل لا 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 لازم يكون فني تخدير certified معاشا هذا يقول انه هو anesthesia technician او doctor anesthesia لازم الكلام ده مش مجرد اجيب نفس واضربها واقول ان تشتغل تخدير مش هيقبله الكلام ده تمام؟ طيب معا training معا experience معا certificate بتاعتي يقول انه هو متخرج من معهد او هو فني تخدير واضح وصريح وبعد كده معا يورروني فيها privilege بتاعه هل هو certified انه هو عنده privilege يقدر انه هو يدي ويشتغل على الاجهزة ويدي medication للانستيزيا واشوف كمان credentiality process بتاعته تمت صح ولا شهادة جاية مزورة وانا ما اخدتش به بعد كده في اي ان 15 اي ان 15 بيقول اي ان 15 مركزين جدا moderate وديب سيديشن لان في بعض المؤسسات والاورجانيزيشن كانوا جدوا moderate وديب سيديشن باي ستاف وللأسف المريض بيحصلوا فيها complication وفي حالات dis حصلت منها فعشان كده جايبوا الستاندرد ده وقالوا مهم من خلال هتدي ديب سيديشن عندك زي التراكيام والحاجات دي ولا moderate sedation هتديه في الورد او هتديه في الورد او هتديه في الورد دي certify والناس دي لازم يكون معاها a c l s ولازم يكون الكلام ده مكتوف في ال privilege بتاح يبقى عايز يشوف تلات حاجات عندك هيشوف سياسة هيشوف عندك الكورس والاوتلاين بتاع الكورس بتاعه بتاع ال conscious sedation وال moderate والديب sedation وهشوف السرتفكت تكون موجودة في ال personal file وهشوف a c l s وهشوف ال privilege بتاحهم هم عندهم privilege يدو ال deep وال moderate sedation بعد كده ipc infection prevention and control رقم 4 standard رقم 4 بيقولك في designated multidisciplinary committee that provide oversight of the infection prevention and control program شايف هو كتب لك ايه committee عايز يشوف لاجنة هنا عايز يشوف لاجنة اللاجنة دي كتبها لك واضحة وصريحة ان اللي chairperson او اللي يرقص اللاجنة مين hospital director او medical director وهتحطيني فيها membership بتاعها محددين عايز تضيف من عندك زيادة ضيف لكن لازم يكون فيها medical team يعني physician nursing team لازم يكون فيها فامريض لازم يكون فيها بتاع المايكروبيولوجي لازم يكون فيها staff من ال OR لازم يكون فيها staff من ال CSSD اللي هو التعائيم لازم يكون فيها staff من الصيدلاء الفارماسي لازم يكون فيها staff من ال diater diatation التخزية والhouse keeping النظافة والinfection control برضو لازم يكون فيه اعظام منهم وبعد كده عايز تضيف انت من عندك ديه بس الممبرشيب دولة ما تتعدهاش وقالك ال frequency بتاعت الكومتي دي يعني على الاقل تكون quarterly هي المفروض طبعا هتتعمل منطلي لان انت بتناقش فيها infection control huge chapter حقيقي فانت بحتاج تعملها منطلي لكن هو قالك يكون على الاقل كورترلي ما تروحش تعملها له كل 6 شهور لا يبقى كل 3 شهور يعني اربع مرات في السنة يكون فيه لجان اللاجنة دي معها من evidence of meeting و evidence على الكومتي اللي اتعملت واللي جان عليها شطر فضيح هنجيله في الاخر سريعا كده اقول لكم على موضوع اللجان طيب ipc infection prevention and control قالك ال facility design and develop the supplies support isolation practices يعني ايه الكلام ده قال له هولك في الساب ستاندرد قالك انا عايز negative pressure room في غرفة ال ER ان شاء الله لوحت زودت من عندك جميل بس اكليست تكون في غرفة negative pressure room لحالات ال airport isolation موجودة في الطوارئ وبالنسبة للبيتز قالك لكل 25 ل30 سرير يكون عندي negative pressure room طيب الغرف دي negative pressure معنى كده ان فيها device هيئيس ال pressure فانا هعمل لها validation عن طريق السكرين اللي من بره اللي بره الغرفة اللي بتبقى بره الغرفة خالص خارج الباب وانا هيئيس فيها يوميا ال temperature بتحت الغرفة وفيه range لل temperature انها تكون within normal range كام والهيوميدتي الرطوبة والpressure بتاع الغرفة دولة ولو حصل وان ال temperature عدت اللي 24 مهمناش 20 او 24 او عدت اللي 24 توقف ساعتها تطلع المريض من الغرفة لان الغرفة مش شغيلة بطريقة كويسة او ال pressure مثلا not within not تقريبا هو 20 والهيوميدتي المشكلة لو فيه اي مشكلة ظهرت في البرامتر دي المريض يخرج من الغرفة وتنقله على غرفة تانية وتبلغ المنتنس فورا ان الغرفة فيها مشكلة خلاص طيب هتقيس كل قد ايه قالك لو فيه مارين لازم تقيس يوميا عايز تقيسها per shift يعني مرتين او الشفت عندك كل 8 ساعة تبقى 3 مرات عايز تقيسها مرة واحدة في اليوم اوكي بس اتلس يوميا لكن لو ما فيش مريض تقيسها اسبوعيا فحضرتك بقى كهيد نيرسي كانت تعمل اتنين check list واحدة check list لو فيه patient اللي ايه ديلي ما فيش مريض هتروح اعمل لي weekly check list دي تاخدها من ال infection control بتقيس فيها 3 column واحدة لل temperature واحدة لل humidity واحدة لل pressure الغرف دي لازم يكون عليها isolation signs يعني حضيك انت بتمر كهيد نيرسي كده لازم ان انت او كستاف نيرسي لازم ان انت تكون الغرفة دي يكون عليها sign علامة تقول لي ان فيه مريض جوه airborne وقال لك في ال standard ان لازم يكون airborne card ده ملون قال لك فيه 3 الوان هتعمل card 3 card هتعمل اول card للحالات اللي هي contact isolation وتخلي باللون الاخضر وتحطه طبعا ال contact محتاج negative pressure لا مش محتاج negative pressure negative pressure لحالات ال airborne اللي هي ايه التي بي مثلا بتتحط في ال airborne فقال لك ال contact isolation يكون اللابل اللي على الباب من بره بالprecautions وان انت تلبس gown ان انت تلبس surgical mask وتلبس gloves كل ال instruction دي ويكون لون اللابل دوت او sign باللون الاخضر طب غرفة negative pressure يعني الحال اللي جوه airborne انا هحط ال sign دوت باللون الازرق هعمل print على ورق لونه ازرق وهكتب فيه كل ال instruction هنا ما فيه surgical mask هنا هلبس ايه هلبس in 95 طبعا حاطة مريض في غرفة isolation not airborne not negative pressure لازم يكون عندك لابل باللون ال pink او ال red اللي هو الاحمر او ال pink الباب بان ده droplet isolation يبقى انا وانا ماشية كده اه ده هنا فيه مريض droplet هنا فيه مريض اول فورني هنا فيه مريض مريض contact بعد كده قالك ال N95 ده من الاسئلة اللي ده من بيسألها السيرفير ال N95 مقاسك حضرتك لازم تبقى عارف مقاسك وكل نيرس عندك تبقى عارف مقاس ال N95 ودي وظيفة ال infection control عارفه ان هو لازم يعمل test اليها test معين ويديلك card يقولك انت مقاسك في ال N95 small او medium او duck shape او برقم معين على حسب انت ال campaign اللي انت بتجيب منها ال N95 بتاعه وبيديلك size المناسب لك لانه مش هتلبس N95 وهو اساسا بيعمل leakage فكده ملوش اي لازمة خلاص هيسألك السؤال دوة السيرفير هو انت لانه انت فاق بتلبسه reusable ولا disposable يعني بتلبسه نفس المريض ولا انت كل entry بترميه لا هو نفس ال patient نفس ال staff يعني فا اذا هتلبس نفس المسك بتاعها لنفس المريض اللي في غرفة 301 ده يبقى هو ايه reused عادي جدا ما فيش اي مشاكل ورميه اخر shift لكن حرام ان انا يعني single use بقى كل دخلة انا كل entry على المريض هستخدم لي N95 ده قصة عالي جدا على المؤسسة بعدين mmm اللي هي medication management .5 standard رقم 5 بيقولك ان الhospital has a system for the safety of high alert medication اه انت عندك سيستم للهاي ألرت ميديكيشن يعني ايه يعني معروفين الهاي ألرت زي الناركوتيك زي الإلكترولايتس ان فيه سيستم واضح ان كل الليستة دي بتتعمل لها اف ديت انا وليدي عن طريق الفارماسي هنا لو معنا حد فارماسي وان هي طبعا لازم تكون سيباريتد يعني ما حطاش مع الأدوية التانية حطها كابنت لحاله وكمان تكون ليبل دايما فيه ليبل باللون الأحمر عشان اي حد يمسك اي قنبول ونحطوط عليه ليبل باللون الأحمر هاي ألرت ميديكيشن يبقى دي لازم ياخد تريكوشن معين وهو بيعمل ادمنستريشن وهو بيعمل ترانسكريبشن للأردر ترانسكريبشن تو ادنتفاير تو نيرسيس في حتى في الترانسكريبشن وهم بيشوفوا الأردر تو نيرسيس كل واحدة اندبندنت وكمان في الادمنستريشن برضو تو نيرسيس اندبندنت وكمان في السيجناتشر كل واحدة اتوقع الهاي ألرت ميديكيشن ستاندرد مهم وبيراجعوا كويس جدا في الميديكيشن في patient file وهيكون secured يعني أنا أوكي أنا separated في cabinet لحاله ولابلت بread label مكتوب عليه high alert لكن not secured أي حد يروح ياخد ناركوتك لا أي حد يروح ياخد electrolytes لا لازم تكون secured بأكسز معين اقفل الباب من بره بألكترونيك والباسورد بتاعها التمريديو يبقى عرفه ماشي اعمل لي cabinet ويكون معاها كي معين والكي ده يكون مع الهيد نيرس وكي مهم الطريقة بتاعتك اللي هي يكون secured وما يكونش معروف لأي حد غير اللي موجودين في المكان هنا برضو في نفس الشابتر medication management standard 6 بيقول لك ان الhospital has a system for safety of look alike with sound alike medication اللي هي اللازة ميديكيشن لان حصل مشاكل كتير من اللازة ان بنغلط في اسم العلاج او في شكل العلاج فعشان كده لازم يقال لك يكون عندك سياسة واضحة يقول لك ازاي تفرق بين اللوكالايك والساوندلايك واعمل فيها education وتوريني الeducation ده توريني الeducation material وتوريني الattendance sheet واللوكالايك والساوندلايك تكون نفسولة برضو بكابنت تاني خالص مختلف عن باقي الأدوية وتكون مميزة مميزة ازاي قالوا اللوكالايك والساوندلايك اللي هو الميديكيشن اللي شبه بعض في الأمبولات والساوندلايك اللي هما شبه بعض في الاسم زي الدوبامين والدوبوتامين واللوكالايك اللي هما نفس الأمبول شكل بعض بالزبط قال لك تفرهم عن بعض بطول مان لترينج الطول مان لترينج دوت لما تيجي تكتب لي ليبل على الدراج من بره تعمل لي حرفين يكونوا ايه upper case letters capital بيعملوها في مستشفات تعملها أول حرفين وفي مستشفات تعملهم آخر حرفين يعني دي your policy ما فيش مشكلة وباقي الحروف تكون lower case يبقى ابدأ الأبر يا أول حرفين يا آخر حرفين عشان لما حد يشوف الأدوية ينتبه أني دي خلاص دي look a like sound like ومحتاجة فيها education medication management رقم 41 بيقولك أن الhospital has a process for monitoring identifying reporting significant medication error including near miss with hazards condition with at risk behaviors that have potential patient harm وهنا برضو من الstandard المهم بركزه عليه قوي في المedication error ولما بتيجي أسباهي أو بيجي المدرية يمر عليك يقولك وريني medication error report بتاعك فلازم يكون عندك report واضح في القسم يا هيد نيرس أو quality يكون عندك أو pharmacy تقوله أنا شهر أكتوبر عندي 30 medication error متأسمين ما هي medication error في حالات significant medication error خلاص حصل وفي نيرمسكان هيحصل بس يعني الحمد لله ف وفي medication error حصل يتصنف تحت اللي هو ايه تحت sentinel event لأن حصل منه permanent loss of function أو دف لقدر الله فده هيدخل تحت مين تحت sentinel event فلازم يكون عندك report واضح بكل medication error بتاعتك بالfrequency والنبر والأكشن وكمان قال لك إن كل medication error حصل إذا كان نيرمس أو hazard medication أو hazard error حصل أو significant medication error حصل لازم يكون متسجل في patient 5 physician يكون كذبه ما ناخدهوش كده هبهذرد لا كل medication error يكون متسجل وقال لك كمان وانت بتكتب السياسة تحت reporting medication error تكتب للtime frame هتعمل reporting medication error خلال الداخل خلال نص ساعة من error خلال 24 ساعة وريني النموذج في reporting medication error هتعمل electronic system ورهوني hard paper document paper وريني الفورم اللي عندك أو document اللي بيقول إن انت بتسجل في medication error وهشوف القلم نسب تحت كلها خلاص لو medication error حصل منه قلنا دخل تحت sentinel event اللي هو significant medication error عارفين دي واحدة criteria ما sentinel event لازم يقول لك هات الRCA road cause analysis بتاعت عملت ايه وحللت الموضوع ازاي وحللته ازاي وهشوف time frame بتاع الRCA عمل خلال 30 يوم ولا اتأخرت فيه وزي ما قلنا medication error لازم يكون متسجل في patient file بعد كده هنا lab 51 blood bank develop a process to prevent disease transmission by blood and transfusion ديش هندخل فيها كتير ده شغل الblood bank هنا انه عايز يتأكد انه فيه سياسة عنده وانه هو process انه ازاي يتأكد انه الblood دوت يكون free من اي disease واي transmitted disease وبيعمل التست معين وازاي مسجلها وهشيك على الاجهزة عنده وانه فعلا الblood اللي موجود باكز موجودة والبلاتلت اللي موجودة free من الهيباطات C ومن HIV وهيشوف الprocess كاملة ده بالنسبة للlab standard واحد وهيكون فيه كمان لجنة هنا للblood bank بعد كده FMS facility و management system حطت لك ثلاثة standard 9 32 21 هنا تسعة قال لك ان الhospital ensure that all equipments are safe from radiation hazards هداك عندك radiation هو مش لازم يكون عندك radiotherapy عادي الradiation العادية من X-ray ومن CT ومن MRI عايز يتأكد ان اللي staff بتاعك safe وان المرضى safe هيروح يشوف كل الéquipment بتحتك عندك APS عندك T-chain الحطان نفسها معزولة عندك TLD الجهاز اللي بتدي للستاب بتاعك وبيئيس الexposure للradiation قدي وعايز شوف الrecord هل انت بتروح تشوف الATLD بتعمله measurement كل 3 شهور وتشوف الDose تعرض لها قدي acceptable ولا الDose كانت عالية ولو عالية الprecaution اللي انت اخدتها للستاب الexposure من الradiation بعدين هنا الhospital ensure proper maintenance of the medical gas system هيشروح يشيك على في الاقسام وهيشيك عليها في الغرفة بتاع الغرفة هيشوف في الغرفة هيشوف فيها سلندر السلندر دي سيكيورد السلندر دي عندك oxygen سلندر وعندك air سلندر هيكون سيكيورد ولا محطوطة استوانات واقفة كده من غير اي سيكيورد يعني مش مربوطة بسلاسل وممكن يحصل منها مشاكل وليكتج وممكن يحصل لقدر لفير فهو هيتأكد من السيفتي وهيتأكد ان عندك كمية كافية تكفيك لمدة 48 ساعة ازاي الكلام ده هيشوفه هيشوفه من خلال يروح يشيك على الجيج بتاع السلندر وهشوف البرشير وهشوف الافدنس عندك وان انت مشيك على بتاعت السلندر الار والأكسجن كل ومتوقع عليها وييجي اخر اليوم لازم يوقع عليها الهيد أوف دبارتمنت دي بصد زير وطلرانس في موضوع السلندر والجيج سيستم هيشيك كمان على الفلورز في الاقسان او في الاي سيو هيروح يشوف لك ايه الجيج سيستم يسأل التمريد عليه فين الجيج سيستم لازم يقع عارفين مكان فين الفالب بتاعه ان لو حصل فاير لقدر الله او حتى سماكين حصل هيقولك ازاي تقفل ما انت لسه هتجيب لي بتوع السيفتي يقفلولك الفالب لا لازم انت تبقى عارف الفالب مكانه فين وتكون محدد عندك في الاسساين منت بتاعك مش كل يوم عندك في الفلور بتاعك يقولك يعني محمد مسؤول انه هو هيعمل ان كيس فاير يعني ده انترنال ديزاستر انه هو هيعمل اكسجين شوتداون هو اللي هيقفل الفالب بتاع الاكسجين والان التاني هو اللي هيحرك الفايل يبقى ميديكال ريكورد ريفيو فاير ريموفل من الفلور مين اللي هيشيلها صحر ومين اللي هيشيل مثلا تخرج البيشن مش تحط ليش واحد ثلاثة اربعة يعملوا طيب اكسترنال ديزاستر اللي قدر اللي حصل ديزاستر خارج المؤسسة لقدر الله في الحرم او في اي مكان وقال لك انا هيجب لك دلوقتي عندك في المؤسسة فانت لازم تكون جاهز يكون عندك ان انت هيكون وضعك هتنزل الطوارئ في ما هي احنا عارفين اكسترنال ديزاستر اللي هي اكواد معينة الجرين يقول لك stand by ready يعني هتنزل على الترياش اللي موجودة فامين كل واحد مسؤول هينزل ويتحرك ومسؤوليته ايه في حالة الاكسترنال ديزاستر بعد كده في واحد وعشرين hospital هايز انفكتب fire alarm system عايز يشوف هنا fire alarm system موجود عندك هايشوف البوكس بتحت fire شغالة ولا لا او هيشغل fire alarm system وهيشوفه فعلا شغال ولا لا وهيشوف الشاشة بتحته reflected بالمكان اللي حصل فيها الالارب والسكرين شغالة ولا لا وهيشوف ال response بتوع safety وعمل response ولا ولا كأنهم سموا حاجة لو في اي الارب وهيتأكد من الالارب نفسه في survey كمان في المركز كتير هو في fms في esr hospital and its equipments are safe from fire and smoke هنا عايز يشوف هيشوف هلي بالكو جماعة دايما بتتنسى smoke يعني عايز non smoking policy لازم يكون عندك سياسة اسمها non smoking policy هتكتب سياسة واضحة وصريحة وإحنا عارفين كاما مملكة عاملين 200 ريال غرامة اللي بيتمسك بقى smoking ويطلع السطح ويخرج برا المستشفى ويخرج emergency exit ويشوف فيه اي علامات سجاير ولا لا لان دي لو لقاها عندك هيددي لك zero في كل الstandard وهيسقط في كل الاسر هو مش هيستنى حاجتين فهنا لازم يكون عندك non smoking policy تكون موجودة طيب كمان هيشوف فيها ايه هو بس مش السموكينج لا هيشوف كمان الفاير يعني هيروح الemergency exit وهيتأكد انت حالك هيد نيرس انت مش مسئولتك المرضى والغرب بس لا كمان تروح تشيك الemergency exit اللي عندك وتشوف فيه اي حواجز موجودة ولا لا يمكن الباب ما بيفتحش تبلغ بالسفتي وتبلغ بالمنت يمكن فيه عندك برا حط حطتلك كراس مكسرة ولا كاراتين ولا ده دورك كهيد نيرس في الراوند بتاعك الديلي تشيك او كمان انت لو فيه الاكشن بتاعك ان انت تاخده فورا وان لازم تتأكد انت برضو كايد نيرس تتأكد ان عندك emergency plan موجودة مفيش اطلبها من السفتي يكون عندك اي واش يكون لان انت عندك material chemical products اكيد موجودة فمحتاج اي واش مفيش اي واش والمستشفى ما اشتريتش مفيش مشكلة لازم الناس تبقى عارفة ايه الاكشن اللي بتعمله in case of spillage chemical spillage يعني واحد الالكوحول لو دخل جوه عن ايه او نزل على ايده مثلا او عندك البيفدين دوت يعتبر من chemical product او عندك مين hazards product في chemical وفي bio hazards product زي مين ده كيموثيرابي الكيموثيرابي ده حد بيدي وطح منها الباب ونزل على ده ونزل على ال closet فلازم يكون في عندك حاجة اسمها ايه material safety data sheet كل product عندك لازم يكون لها safety data sheet لحلها يعني الكيموثيرابي بكل كيموثيرابي مش الكيموثيرابي كله على بعضه لا كل كيموثيرابي انت بتديه لازم يكون عندك material safety data sheet باسمه وهيقول لك ال action بتاعك in case of spillage نزل على قدر دخل في عينك نزل على اديك على الفلور ايه ال action بتاعك بطب موجودة واحنا عارفين كمان ان chemical و بحيزر dispelage واحدة من الاكواد بتاعت ال internal disaster بتاعت ال hospital خلاص هيشيك كمان على fire alarm system زي ما معارفين ولا لأ والfire extension موجودة وهشيك على expiry date تشيكت و expiry وفيها next due date لل expiry بتاعها موجود ولا لأ وهيشيك ده طبعا شغل safety fire zone fire zone ده بتمنع ما يكونش في space بين ال wall وبين ceiling علشان يمنع انتشار الفير لقدر الله لو حصل ما ينتشرش من غرفة الغرفة او من zone لزون في القسم عندك ده شغل safety هنا اخر حاجة ال hospital هذا fire suppression system available ان ده required area هيمر على الاقسام في sprinklers في مفيش هيدي zero للمؤسسة في clean agent في weight chemical في host system اللي هو ال host اللي بادخل المياه وfire extension بقى نوحها وحنا لازم كنيرس نكون عارفين ان عندي نوع cylinder اللي موجودة عندي وعندي جنب غرف الكهرباء في نوع cylinder اللي وحده اسمه co2 وشكلها ايه انا من غير مقرأ اكون عارفة ان دي شكلها وقبال لمطمرت كله ان cylinder دي co2 لحالات الالكتريست وموجودة جنب غرف الكهرباء وهتلاقيها لازم تكون عندك لان عنده غرف عندك اجهزة كمبيوتر طيب هتيجي تقول الاسر احنا شرحنا كده الستاندرد بتاع الاسر لما يجي السيرفيير يشيك عليك هشيك عليك ازاي بيبعت لك هي دي بص ضبط الليست بتاعت السيرفيير وتلاقيها قسمها الجزئين وكتب لك جنقصين كلينيكل والجزء التاني وكتب لك FMS هو قسمها وبيمش بالليت شكل دي عايز يشوف تاني سريعا فاكرين الستاندرد الاولين تعال HR5 اللي هو الكرidentiality وprevilege عايز بيباليس فيها هيشيك على السياسة وهيشيك على البروسس بقى من خلال البرسونال فائل عايز كمان هنا يشوف multidisciplinary blood utilization committee عايز يشوف لجنة باسم blood utilization committee لازم تكون لجنة multidisciplinary يعني ايه مش بتوع البلوك بانك اللي فيها لأ فيها تمريد وفيها طباء وفيها مثلا مين تاني محتاجينها pharmacy كل الناس دي multidisciplinary لازم يكونوا موجودين في committee فعايز يشوف اللجنة اللجنة دي عليها minutes of meeting وعليها attendance sheet وعليها outcome وعليها evidence مش بنجتمع ونقول كلمتين وشكرا هيقرأ minutes of meeting وهيقول لك minutes of meeting دي cover فعلا ال issues اللي مفروض تتناقش ولا لا هشوف كمان policy procedures بتاعت بتاعت handling والuse of blood وال blood product بتاعته عايز يشوف ال consent بتاعك بتاع blood transfusion وعايز يشوف ال consent لو applicable وحنا عارفين ال nat هنا اللي هو التست اللي بتعمل اسمه nucleic acid amplification test testing وده التست اللي بتعمل في blood bank علشان يشيك على ال hiv وال hepatitis في في blood bank فده لو فيها consent يعني مش كل المؤسسات بتعمل عشان كده هو قل as applicable دي خلاص انت بدأ أخذ consent من المريض ان هو approved على blood transfusion يبقى ده معناه ان هو موافق هيتعامل طبعا اكيد على النات وكده طيب policy for identification ملو relations يا جماعة بينكم من بعض ملو communication ما عندي السياسة بتصل بفايزة ديني السياسة دي وماخدهاش as test وحطها عندي على logo بتاع و التمبلت بتاع لا اقرأها ليه اعمل لك customization على الفاصيلة بتاع السيرفيس اللي عندي مش عندك انا مثلا VTE السياسة بتاعتي والله انا عندي اثنين طول فيها بتاعتي وحالات اللي high score VTE يعني المريض عنده high score انه يطلع لي high risk for VTE فيقول المانجمنت بتاعي او low risk ويطلع لل bleeding risk يمكن انتو شفته VTE assessment tool فممكن انت ما يكونش عندك اقصى بطنة فما تحط ليش السياسة زي ما هي اقرأ ملك customization على service بتاع عايز تشوف الpolicy بتاع patient identification وازم ما قلنا لازم يكون فيها tool identifier وعايز يشوف ال tool identifier وهيروح يسأل هنا كمان التمريض ازاي بيعمله identification هنا عايز يشوف policy preventing wrong patient دي كلها سياسات اسمها كده preventing wrong patient wrong site wrong surgery وعايز يشوف كل evidence عندك time out هيسأل التمريض مين اللي بيعمل time out وبتعملو هو في الفلور والتمريض تحت في العمليات قالوا لا ده احنا بنعمل والله surgical start marking بنعمله تحت في القسم هو المفروض يتعامل فين قبل المريض ما يتنقل على غرفة العمليات يعني في الفلور عايز كمان يشوف infection control annual plan وهيشوف infection control committee يعني شوف لاجنة للinfection control والplan بتاعتك الفاكسين بتاعت للموظفين بتديهم break down للinfection اي فيروس انتشر في المستشفى ايه الplan بتاعتك عليها اوكي وهنا اهو اللي جاء هشوف term of reference وهيشوف meeting minutes هشوف كمان هنا policy للstandard transmission based precution اللي احنا قلنا عليهم الair burn والcontact والdroplet شوف سياسة ليهم وهيشوف الصين بتاعتهم موجودة عندك ولا لا وخلي بالك زي ما بتحط الصين على الدور وبقى عارفة ان هنا في air burn مريض او air burn او contact patient او droplet patient قالك وانت كمان بتنقل المريض ده هيروح يعمل x-ray وانت بتنقله لازم يكون معاك sign تحط كده على stretcher خلي بالك يبتوع x-ray المريض ده اير بورن خلي بالك يبتوع ال intervention radiology ان المريض ده contact isolation فبرضو لازم يكون في sign sign دي مش لون وعلامة مكتوب عليها contact لا ده فيها instructions اللي بتاخدها علشان تحمي نفسك ان يجي لك transmission infection من patient ده كمان هشوف هنا policy personal protective equipment اللي يال p-p-e جون و المسك وال n-95 هشوف كمان high alert medication وال hazards multidisciplinary plan يعني عايز نشوف سياسة هنا وهيطل عيلة في الاقسام يشوف ازاي انت securing high alert high alert medication and hazards chemical list هشوف كل chemical list عندك chemical list عندك هي فين هتروح تشوف يعني حداك يا هيد نيرس لما تيجي يكون عندك chemical product ارجوك don't save it مع other supplies يعني مروحش لقيها فرف علوي محضوط وسط stringات والكانولات والكاثتر لا المؤسسة ما نرميش المشاكل دائما المؤسسة ما عطقش المؤسسة مش مشكلة اشتري بوكس بلاستيك عادي ابو 5 ريال وحط فيها product بتاعتك اللي هي البوفوديين ما هي دي chemical أو colorux ده chemical وتحطها عليها وتراحط تلابل من برا ان ده chemical product خلاص وتبقى في الور شلف حتى لو حصل spirit ما هي ممكن شلف العلو دي تطيح وتنزلك على كل ال دي بلاستيك بتاعتك في الستور وتخرب لك الدم وحطها في شلف وحطها في بلاستيك كنتينر عادي خالص وحط عليها لبالمنبر يعني اضع في الامان هي المفروض يبقى لها cabinet والكابنت ده closed و ventilated يعني ما يكون لي فتحات ديت كل سنة وهيروح يشك في الاقسام انتو عارفين الهاي alert طب انت اتطرف الهاي alert ازاي وازاي how to secure الهاي alert دي والprecaution بتاعاتها لازم التمريد يجاوب انها لازم تكون separated ولازم تكون labeled ولازم تكون secured وانا بعمل transcription double independent nurses وانا بعمل administration double independent ويورينه ازاي بخلي بالكو surveyor هو بيعمل observation مش مجرد هيسأل يعني ممكن يسيبك وانت واقف كده ويشايك عليك مرة في احد المستشفيات راح مستشفى والنيرس بيدو كيمو ثرابي وهو بيسألنا في اسئلة عادية وعينوا معاهم بيشوفوا ازاي بيعملوا double independent double check ان كل نيرس بتشايك لوحدها على system وعلى patient identification وعلى correct medication لحالها وبعدين عطت لزمانتها قلنا هنا look alike طيب والconfusing اللي هي look alike والsound alike medication وهيشوف سياسة برضو handling medication error اللي احنا قلنا عليها لازم يكون في سياسة للمedication error بتاحتك reporting وهيشوف report هو مش مجرد سياسة هيقولك وريني اخر ثلاث شهور عندك مثلا اخر سنة medication error وارقام ها ايه والاكشن بتاحتك وهل في sentinel event حصل من medication error او في sentinel event automatic هيربط هيقولك في rca root cause analysis في root cause analysis في المملكة العربية السعودية root cause analysis بيترفع على portal بتاع الوزارة هيروح يشيك هل موجود على portal الوزارة ورفعته ورفعته خلال قد ايه ولا تأخرت هون في 30 يوم طبعا pharma therapeutic committee meeting minutes لازم هيشيك لجنة يكون في لجنة اسمها pharma therapeutic شاركوا اينا شوف فيها كل الامور الخاصة في pharmacy والmedication و high alert medication والlocalike والsoundalike والmedication error دي كلها في pharmacy evidence of reporting هي شوفين sentinel event هي related to serious medication error to the relevant authorities عايز شوف هنا sentinel event هو هو جاي لك اساسا عارف انه انت عندك sentinel event رفعته على portal الوزارة فارجوكم كل واحد لو حصل عنده sentinel event يكون عارف sentinel event بتاعه ويكون عنده report بتاع road analysis ويكون مسيف في file انت عارفين طبعا احنا head nurses او manager لازم يكون عندك file في القسم اسمه اسمه departmental manual حضرتك هتحط في departmental manual ده ايه هنحط في scope of service بتاع القسم بتاعك انت بتشتغل ايه و scope of service لها elements هتحط فيها job description بتاع كل level عندك s in one s in two stuff nurse head nurse manager bct technician كل ده لازم يبقى موجود هتحط لي ايه كمان كل السياسات بتاحتك دي كلها manual ليه عشان هو هيسألك وكمان غير كده انت لما يجي لك طمريات جديدة خده صحيح orientation departmental وخده صحيح hospital orientation لكن هتدي له الفايل ده اقرأ شوف عندنا ايه في القسم عندنا سياسة اه اقرأ عندنا scope كل الامور اللي قلنا عليها عندك chemical product لازم يكون عندك material safety data sheet محطوطة داخل departmental manual او file لوحده اسمه material safety data sheet بحيث انا بقى عارفة قد ما اتقع على ايدي اي product من دي ايه اروح على طول wash hands eyes 15 minutes خلص بعد الوش اروح مسكة انا مش عارفة هعمل ايه اروح mascal file افرض هو في الليل اتناشر في الليل وهو الحال ومحدش ولا هيد نيرسي موجود ولا manager ولا supervisor ما فيش حد مش هيقعد يستنى لتاني يوم لا لازم تحطي المانوال ده بكل البروديكت اللي عندك واسمها safety data الشيء تكون موجودة بكل البروديكت الواحد طيب اا بعدين laboratory يعني ما يجيش انا قصدي لا ما يجيش يقول لك سنتنى اليفنت ولو ما عندك لان هو زي ما يقول لك جايلك وعارف ان انت عندك سنتنى اليفنت ولا ما عندك وعارف ايه هو سنتنى اليفنت بتاعه وحصلت في احد المستشفيات راح يقول لهم سنتنى اليفنت لل quality ما عندناش في الجودة وهو قريضي عندهم ثلاثة وكانوا رفعينها على بورتال الوزارة لابوراتوري بوليسي و بروسيدجر بروسيس للترانس فيوجين ترانسميت الدسيز اللي قلنا عليها في اللاب ودي لازم تكون سياسة في المختبر وبرضو هنا بوليسي و بروسيدجر فور ليمتنج و ديتكتنج البكتيريا اللي كونتامينيتنج في البيسي برضو دي موجودة في المختبر سياسة على البلات برودكت والترانسميشن أوف انفكشن هيجي على الفاسيليتي هيطلب ديكيومنت هيقول له ايه؟ اديني الرادييشن بتاعتك ازاي انت بتحمي الموظفين والبيشن الاكسبوز للرادييشن وعايز يشوف اللايسنس بتاعه ما هدي لازم يكون فيه لايسنس مع الشركات برا من الرادييشن وازاي هو بيعملوا ديسبوز لكل الرادييشن ماتيريال اللي عنده شما بيعزلوها بتتحط في كونتينر وبتروح الشركات بتيجي تاخدها بتعمل لها ديسبوز لبرا المؤسسة عايز شوف اللايسنس دوك عايز يشوف كمان سيفل ديفينس لايسنس للبرايفيت ها سبيتال واي اجريم انت بينه وبين السيفل ديفينس في حالة الفير لك قدر الله وده في البرايفيت سيكتور طبعا لكن الدفاع المدني لمستشفىات الحكومة باي دفولت هو بينهم وبين بعد في كومينيكيشن هيشوف كمان الفير الارم سيستم بتعمله انسبكشن واودتينج وهشوف الجدول بتاعه وهشوف الفير الارم تيستنج سكيدول وهشوف كمان بتاعه الجدول بتاع كل ده لازم يكون موجود والفاير ألارم سيستم ديستربيوشن وسبرينكلر سيستم انسبيكشن أنا صحيح عندي سبرينكلر في السقف لكن محدش بيعمله تاستين فلازم يكون فيه انسبيكشن ريبورت موجود هشوف الكلين ايجنت برضو اللي موجودة لما يروح المطبخ ويشيك على الكلين ايجنت عملت له انسبيكشن ولا لا والكيميكال ويست اللي موجود كيميكال سيستم اللي موجود في غرف القهرباء واللي موجود في الميديكال ريكورد سيستم اللي هي غرف اللي فيها الملفات هشيك عليها وهشوف انتو بتعملوا انسبيكشن ولا هو من ساعة ما تركبت من عشر سنين ما حد سأل فيها هشوف كمان الفايبس والهوست سيستم انسبيكشن اللي هي خراطيم الميا والفاير اكسينشور وهشوف سياسة النوص موكين هشوف الجاس سيستم تستنج الجدول بتاعها انت بتشيك كله قديه على الجاس سيستم وهشوف البوليسي والبروسيدجر على الافكتب يوز اوف ميديكال سيستم فدي اللي تشيك اللي بيمش بيها السيرفير علشان يعرف الامبليمنتيشن ارجع لكم بس في اي حاجة الامور مشة كويس صح في اي كومنت في اي حاجة لغاية دلوقتي هكده خلصنا جزء ال E S R حبيت ان انتو تعرفوه لان ده حقيقي 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 يا جماعة مهم جدا الوزارة مركزة عليها الوزير حتى الهيئة الملكين مركزة عليه فعشان كده انا بدأت بال E S R وحب ان كل شخص فيكو يبقى عارف ال E S R قبل ما يعرف الستاندرد تاعة النيرسينج سهل وجميل ولزيز وسهل قوي 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 ان هو يتعمل هند اوفر كومينيكيشن هند اوفر كومينيكيشن الهند اوفر ليها سياسة وليها تمبلت انتو بتعملو هند اوفر ازاي تمام لسبار طبعا دي فورم عايز يشوفها وعايز يشوفها بكومينيكيشن فايل او السيستم لو عندك الكترونيكس سيستم وهيسأل فيها التمريد في السيرفي وهو بيعمل الفيزت طيب عشان وقتوكو برضو خلينا نطلع سريعا لما بيجي لك سيرفي بيجي لك هنا تلاتة كور سيرفير ما ينفعش ما يجوش اللي هو الادمنستريتر الإداري ونيرس وفيزيشن وسبشياليتي تيم اللي هما اللي اربعة هما سبعة سيرفير عشان كده بنقول ايه دايما نسمع سبعة دومين عشان انا بس المصطلحات دي عايزيك تبقى عارفينها سبعة دومين سبعة دومين دولك هنشوفهم على سبعة سيرفير تلاتة منهم اساسيين اللي هما الكور تيم اسمهم يبقى ادمينستريتر ونيرس وفيزيشن والتانيين اللي اسمهم سبشياليتي تيم اللي هما مين الفارماسيست الانفكشن كنترول واللابوراتري والفاساليتي مانجمينت والسيفتي تمام؟ دولة السبعة اللي بيجوا حتى لو سبهاها على يوم واحد بيجوا لك السبعة برد دولة الدومين اللي احنا قلنا عليه يبقى انت عندك سبعة دومين عندك واحد وتلاتين شابتر واحد وتلاتين تحتهم زي ما قلنا كام ستاندرد والسبستاندر والإي إس أار اللي هما عاشرين عرفنا التوزيع طيب في طبعا دومين واحد هيبقى مسؤول عن الليدرشيب والكوليتي دومين واحد هيراجع الميديكال واحد هيراجع النيرسي واحد هيراجع الانفكشن كنترول واحد هيراجع الميديكيشن ده فارماسيست طبعا راجع السيفتي او الفسائلتي مانجمينت والسيفتي دولة السيربي بيزيت طيب دايما الليدرشيب اللي هو بتاع السبعة تيم اسمه ليدرشيب دوت او بيكون ادمنستريتر او بيكون فيزيشن ده بياخد الشابتر بتاع الليدرشيب وبياخد شابتر الهيومن ريسورس مسئوليته يرجحه والمانجمينت في الانفوميشن والميديكار ريكورد والبيشنت فامير رايتس والسوشيال كير سيرفيسيز والكواليتي مانجمينته دي مسئوليته طيب هنا عندك احنا فاكرين قلنا فيه ميديكال سيرفيير وفيه نيرسينج سيرفيير الميديكال هيراجع الميديكال ستاف طبعا شابتر وهيراجع الراديولوجي وهيراجع الفيزيو سيرابي وهيراجع الريسبيراتوري وهيراجع الدنتل وهيراجع دول كمان انا حطى لكم عليها لون هنا باللون اللايت بلو ده عشان مشترك فيها اتنين سيرفيير الميديكال والنيرسينج سيرفيير هنا فالميديكال والنيرسنج هيرجعوا الاتنين مع بعض وكل واحد ليه كم ستاندرد كده في البروفيجين أنسيزيا النيرسة هتاخد جزء وهو ياخد جزء هي مش مش متوزع بإلك يلا احنا في أول اليوم كده قولك انت اخد خمسة وانا ستة ستاندرد في الأنسيزيا لا 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 هي مذكورة في الشابتر في اكسل شيت ممكن ابعتها لكم هيوريكم النيرسنج لما بتيجي يا جماعة ما بتجيش على النيرسنج شابتر بس لا هي بتيجي على شابترز تانيين هم قدامك ودولة بتيجي تشيك عليهم غير النيرسنج وهي ماشي بسماء النيرسنج ده كلهم اتنشر ستاندرد هتخلص كده وتقلق بتساعد في الاناظر شابترز ودي موجودة في كل النيرسنج اكتيبتز موجودة في اكسل وكمان النيرس هنا والميديكال شوفوه في البرن كير مع بعض النيرس والميديكال سورفير مع بعض في الكريتيكال كير اللي هي مودياليسنج نفس الكلام مع بعض هما الاتنين الليبر والديليبر والاميرجنسي الاوپريشن انكولوجي وريديو ثيرابي لو السورفيس موجودة هتقول لي لو ما فيش سيرفيس عادي جدا وانتو بتعمله سبميشن للسيرفي في سباهي بتكتب ان هو بتديله طبعا السكوب وهو بيقرأ السكوب وهيبقى عارف ايه السورفيس اللي عندك وايه الحاجات اللي هو يعني هو مش جاي يقول لك انكولوجي ردل ثيرابي هو عارف ان هو ما عندكش انت مش كتبها في السكوب هو نفس اوتوماتيك هتلاقي مش بيسألك وهو كتب عنده في الريبورت بتاعه اللي مجهزه نط قبل كابل فهو مش هسأل فيه طيب النيرسينج دومين زي ما قلنا مش مسؤولة عن النيرسينج بس لا لو حدي معانا دايتشن النيرسينج سيرفير بتشيك عليك وكمان بتشيك عن النيرسينج شابتر وبتشيك كمان على شابتر الفيشنج فاميلي اديوكيشن يبقى النيرسين سيرفير بتشيك على الثلاثة دولة اساسيين وبتشارك زملاءها السيرفير التانيين في الاناظر شابتر زي ما احنا شايتين في البرن كير في الكريتكال في الانستيزيا في الهيمو دالس طيب الأكريديكيشن طبعا زي ما قلنا في السباهي ومش الـ ESR الـ ESR قلنا يا زيرو يا كتوب يا فول مبت يا نط مت لكن سباهي يديلك زيرو دي بتكون insufficient أما تاخد أقل من خمسين في المية واحد برشا لي مت هتديلك هنا لما تاخد في الساندر من خمسين لثمانين في المية اتنين هو كده لما بيحط على كل الساندر بيحط لك اتنين اللي هي ثمانين في المية شاء لما تقرأ كده حضراتك بتاع الجودة وتقرأ report تعرف يعني ايه زيرو وان و تو انت الزيرو دي انت جبت أقل من خمسين في المية في الساندر واحد جبت من خمسين لثمانين اتنين جبت هنا ثمانين واكتر خلاص ايه زي ما قلنا نطق لك بالاساس هيجي لك الريبورت في الاخر decision rules هيجي لك يقول لك انت لو السكور بتاعك اعلى من خمسة وتمانين في المية بس بشارت شايفين كل الessential safety requirement satisfactory compliance يعني كل الاس ار بتاعتك عندك فيها compliance ما تجيش تاخد خمسة وتمانين وانت عندك اتنين اس ار واعين هيسقطك حتى لو جبت تسعين في المية حتى لو جبت خمسة وتمانين في المية عندك اتنين اس ار standard واقع منك هتسقط ال conditional accreditation لو السكور بتاعك خمسة وسبعين في المية او اعلى واقل من خمسة وتمانين يعني من خمسة وسبعين لخمسة وتمانين هدي لك ايه لك اوكي لكن هرجع لك تاني بعد مثلا طرط شهور وهنا هيعمل لك حاجة اسمها focused survey preliminary denial of accreditation يعني ممكن هنا مبدئيا يلغي لك ال accreditation لو لقى ايه لو لقى هنا immediate threat to the safety of patient شاف خطر قدامه للمريض شاف كارثة بتحصل في المريض او لل visitor او ال staff وشاف السيرفير نفسه هو بيمر في السيرفي فممكن يعطى لك هنا accreditation مايكملش significant non compliance مع accreditation standard as the time of the size of visit يعني مفيش هناك non compliance مع accreditation standard as the time of the on-site survey وهو بيجي لك مفيش مثلا انت مش مجهز نفسك لبعض ال standard الاساسيين ال ESR انت مش مجهز لو قلت انا مش جاهز فيه فكده ممكن برضو يعمل لك deny لل accreditation مؤقت زي ما قلنا مبدئي الا لو عدلته ممكن هنا يرجع فيه failure في the time of the submission of the survey requirement after conditional احنا مش قلنا بييجي conditional or focus survey قال لك هجي لك بعد ثلاث شهور وانت مبعدتش وقلت failure of timely submission of post survey requirement يعني قلت انا مش جاهز بعد الثلاث شهور اتأخرت لستة لا ده كده هيعمل لك deny وهنا ممكن ترفض اساسا ان انت تقابل السيرفير فبرضا هيعمل لك preliminary denial يعني يعني يوقف لك مؤقتا السيرفير ممكن يرجع في القرار لكن deny تماما للسيرفير هنا ال score بتاعك بيكون أقل من 75% وبيكون عندك أكتر من 25% من ESR not satisfied هنا ما بتاخدش accreditation وتكون صغير 75% أقل أو لو جايب هنا حتى 95% أو 95% بس عندك أكتر من 25% من ESR اللي شرحناهم فبردو مش هتحصل على accreditation نيجي ندخل على nursing care standard زي ما قلنا هنفكركم الكود بتاحها NR nursing care كام standard 12 standard كام ساو standard 48 40 فيها ESR لا ماتش ESR nursing chapter ما فيهاش ESR عشان بقولكم شابتر nursing سهل يتطبق بس عايز نناكس فيه ونقرأه بحرص ونقدر نعمل implementation كويس نبدأ هنا بسم الله أول standard بيقول qualified nursing director is responsible for managing nursing services in the hospital دي اللي بفوق ايه دي اللي standard شايفين broad nursing director responsible for managing nursing services ايو عايز ايه يعني انا مش واضح الكلب اسم هالك هو حط لك sub standard هو عشان يقول لك ازاي تطبق الكلام ده قال لك انا عايز هتكون full time يعني ما تجيب ليش واحدة part time وتقول لي دي nursing director لا لازم تكون full time معاك لازم يكون معاها سعودي council تمام ويكون valid لازم يكون معاها at least at least bachelor degree of nursing ويكون معاك كم سنة experience هو محد بالكلام ده خمس سنين experience managerial يعني ما تجيب ليش حد كان ستاف نيرس وتقول يلا روح انت director of nursing وهو ما عندوش اي managerial هو وضح لك قال managerial experience مش clinical experience طيب وبعد كده كمان ان هي nursing director بيقول لك مسؤول ان هي تعمل الorganizational HR يعني هيسأل حضرتك يا مديرة التمريد على الهيكل التنظيمي بتاع التمريد ده رقم واحد في الstandard بتاع التمريد طيب تعمل ليش هنا organizationial chart عادي وخلاص لا الorganizational chart دي لازم تكون واضح فيها كل الاقسام اللي عندك هتحط لي nursing director وتحتيك الاقسام بتاعتك الميديكال والجراحة والcritical area ICU وبعد كده مثلا لو عندك supportive services دي الواند زي clinical coordinator وتحط الاقسام بتاعتك كلها والsub department لو تحتهم وهتحط الhead nurses وهتعمل لي واحدة pair position بس title وهتعمل لي واحدة pair name اسم الناس اللي عندك اللي ماسك head nurse medical head nurse ICU head nurse وهكذا وتحتها staff nurses وتحتها best cities وهتكون متوقعة منك كمدير طمريق وهتكون متوقعة من hospital director وهتكون متوقعة من HR وغير التوقية لاني دا من بينسوا النقط دي ويكون عليها برضو تاريخ طيب حابة نوه عن نقطة معينة هنا نحن عارفين يمكن معظمنا في المملكة العربية السعودية وعارفين اللي بيحصل حاليا في التحول اللي بيحصل في القطاع الصحي وفيشن 2030 اللي رؤية 2030 والتحول في القطاع الصحي وسمعنا عن التجمعات الصحية أنا بقول للكلام ده عشان لما تيجي تعمل هايكا القنظيمي من الآن ما تعمليش أنت كمدير تمريد أنت حاليا أكيد بتعمل كنيرسينج داريكتور بتريبورتي للهوسبيتال داريكتور صح وتقف لا الهوسبيتال داريكتور بريبورت لمين للكلاستر داريكتور فأنت في الهيكل التنظيمي خلي بالك وانت تنقش النقطة دي فيها مع مدير المستشفى إن هو نفسه كمان الهيكل التنظيمي بتاع المستشفى نفسه ما يقفش عنده هو كهوسبيتال داريكتور لا هو عنده جابرنينج بادي حاليا مين الجابرنينج بادي اللي هو التجمع الصحي ويروح عامل فوق مدير المستشفى كنا بنقف على مدير المستشفى ده التوب بتاعنا والجابرنين بادي هنا لا فيه جابرنينج بادي في ايد الوقت مين اللي هو الكلاستر سي او وشوفوا مين الكلاستر سي او ومين الكلاستر عندكم الريجن منطقة الغربية منطقة الشرجية الشمالية وهكذا فيه طبعا على حسب التجمعات الصحية اللي موجودة فدي بس ننتبه لها في الوضع الحالي طيب كمان عايز يشوف يكون عندك كمدير طمريد لازم يكون عندك داريكتور هايقول لك وريني قرار التكليف بتاع ديبيتي هتقول عندي فلان لا هو عايز يشوف قرار التكليف قرار التكليف ده مدته قد ايه وكسب ايه ولا فالي بتجدده كل السنة ولا كل سنتين وايه الرولز بتاعته فلازم يكون في لتطالع منك ومتوقع برضو من مدير المستشفى ان فلان هو اللي بيغطيك في الاجازات وكده دي اول ستاندر فهو هيراجع الملف بتاعك مدير تمريد وهيشوف ان انت فول تايم من خلال العقد بتاعك هيشوف طرعا الهيئة السعودية وشهاداتك والكلام اللي قلنا في الاول البريفلج والكريدينشالي بتاعتك وهيشوف الشهادات الخبرة وبعد كده هيقول لك ورين الهيكل التنظيم الهيكل التنظيم زي ما قلنا لازم يكون متوقع وهيشوف الjob description بتاعتك وهيش هيكون دوت من خلال البرسونال فايل وزي ما قلنا هنا خلي بالنا البيتي البيتي لازم يكون ليه قرار وليه job description مش قرار بس تعمل job description باسم deputy director of nursing خلاص والكلام ده موجود في البرسونال فايل الستاندرد التاني بيقول لك ان نيرسين ديريكتور assumed a leadership position in the hospital شايفين برضو الستاندرد عريض قوي طب هو بيقسمها لك شايف لكم سابي الستاندرد الاربعة هم واحد اول حاجة ان نيرسين ديريكتور represent النيرسين يعني حضرتك مضيط تمريد انت اللي بتقدم تمريد بتاعك اي حاجة تخص التمريد انت تكلم فيها قدام الادارة عندك بتعمل وتروح تعرضها عندك وعايز تدرب التمريد بتاعك انت اللي بتعمله ما تستناش مدير المستشفى يقول لك اعمل لأ انت اللي بتريبريزانت النيرسينج ستاف بتاعك انت اللي عندك مشاكل في التمريد وعندك 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 كذا وكذا وكذا انت اللي بتاخد كل الاشوز دي وبترفحها في الاجزيكيتف كوميتي او بترفحها للسي او في شكل او حاجة اكيد طبعا في اجزيكيتف كوميتي عندكم بتناقش فيها الامور دي كلها يعني ان ما تخليش امور التمريد تخرج بين ايديك انت مسؤول عن كل ما يخص التمريد تيرن اوبر عالي مشاكل تمريد عندك تحتاج تعمل محتاج لهم عندهم مشاكل في السكن عندهم مشاكل في الاكل الكلام ده كله انت اللي ترفع طيب وكمان بيقول لك انت كنيرسينج ديريكتور هو لسه كل ده مركز عليك كنيرسينج ديريكتور ده في التاني في الدسوجن ميكينج بروسيس والبلانينج والبودجتينج يعني لما هيروح يراجع بتاحت المؤسسة يلاقي توقيعك فيها كمودير طبيعي لما يراجع البودجت بتاعك انت احتاج تبودجت معين ومحتاج مثلا مئة الف ولا مليون علشان محتاج ونقشته مع المالية محتاج توقيعك على الكلام ده فاي ديسجن هيتعمل في المؤسسة انت لازم تكون منه هيتغير سكوب هيتغير سيرفز معينة هيتغير استراتيجيك في المؤسسة انت لازم تكون بارت منها التاني حاجة كمان لازم يكون بارت فين هيشوف الكلام ده تكون في اللي جان يعني لما يروح للاجنة الكواليتي وبيشن سيفتي او كواليتي امبروفمت على حسب ما بتسموها يعني عادات عشان كواليتي امبروفمت وبنسميها كواليتي بيشن سيفتي لازم تكون انت موجود في اللجنة نيرسين داريكتور ولازم تكون في لجنة الانفكشن كنترول ولازم تكون في لجنة الفارمسي والسيرابيوتك وهو هتطلق واضحة والصريحة ان انت لازم تكون في اللي جان دي خلاص طيب ولازم كمان هيروح ما راجع لك المينتس مكتوب فيها في الانفكشن كنترول في احد المشاكل مثلا ان النيرسين داريكتور ان هي تسند ميسج لليستاف بتاح عشان يعضوا فاكسين الانفلوانزا مكتوب في المينتس وميتس هيروح يشوفك يقولك في احد المينتس واخدها طبعا عشوائية بس افرض واحد حاجة فوقعت في ايده قال لك انت والله كان في احد الاجندة بتاعت الشهر اللي فات كان مكتوب النيرسين داريكتور ان انت مثلا تعمل النونس على البكسين عملت هيشوف ريكمنديشن دي انت عملتها ولا لقوا عملتها ازاي ورى هالو على شكل ايميل على شكل ميتينج انت عملته مع التمريض بتاعك ومع النيرس ميتينج ووصل للتمريض المهم ان كل المسؤول منك وتحطت في النيرس تطبائت وعايز يشوف العليها عايز يشوف كمان ان انت عامل بوليس وبروسيدور هنشوف لستة السياسات انت المفروض كمدير تمريض تطلع من عندك من ادارة التمريض في لستة سياسات اللازم تكون موجودة ان انت مسؤول كمان هنا عن كل بتاعتك يعني لما اجي اقول انا محتاج ماشين انا مستناش بتاع سبلاي او اتنى كرسة تحصل عندي في الاقسام واقول انا ما عنديش انفيوجن بام لا ده انا لازم اكون ابدات اول باول واكون عارفة ان الائي سيو مثلا عندهم عشرة ماشين سبعة اكسفير سبعة سوري نات فانشينج والمنت انا انا انسبهم اكون ابدات بكل وانا اللي ارفع في البروكريوتمنت سبلاي ان انا محتاج ان اسر جديدة او محتاج انفيوجن بام او محتاج ميديك ال اكويدمنت جديدة ما استناش تبقى مشكلة والمشكلة تتوصل للمدير العام وانا قاعد مش حاسس بنفس طيب النيرسينج سوري الستاندرد التالت بيقولك ان النيرسينج دايركتور اسم دايركتور ورسبونسابيلي واخونتابيلي فور اشورينج بروفر ان افكتف نيرسينج سوربسيز طيب هو محتاج هنا ايه كلام عارض جدا وضحولك في نقاط قالك يكون عندك مجموعة من البوليسيز والبروسيدجرز موجودة يكون عندك طيب ايه هي مجموعة السياسات اللي بتكون لازم تكون موجودة هيسألك عليها ادميشن بروسيدجر فوليسي لازم تكون موجودة هيسألك على البيزيك هاجين وبايشنس والسكين كير هيسألك عليها بايشن هاجين هيسألك على البيشن والفاميلي رايتس فوليسي هتكون طلعة من عندك انت الانر بتاحها انت الديولوب باي النيرسينج دايركتور يعني مش لازم النيرسينج بس تكون من التمريد ممكن تكون باي هيد نيرس اكس هو اللي محضرها وانت عادش عليها ابروبة يبقى تكون طلعة من التمريد ما تكونش طلعة من الماديكال ما تكونش طلعة من الفارماسي لا بايشن تاديوكيشن طلع هتكون طلعة من التمريد جنرال انفكشن كنترول بوليسيز يكون عندك مجموعة سياسات طيب هنا انا انفكشن كنترول ايو انت ممكن يكون طلعة من عندك وممكن تكون ايه مع الريليفنت ستاف علشان تديبلوبل بوليسيز يعني انا انفكشن كنترول تكون انا اشارك الانفكشن بس يكون ليه توقع في السياسة فاهمين ازاي يعني هي صحيح طلعة السياسة مثلا ال تكون طلعة لازم يكون توقيع النيرسين داريكتور عليها يكون عندك قسم اسمه ما فيش مشكلة هم اللي طلعوا بس انت كنيرسين داريكتور لازم تكون طلعة من عن لكن مين اللي هيعمل لها عملها انت دي ادمشن بروسيدجر ادمشن بتحت التمريد والأسسيس من والكاير بلان والكلام ده كله مين اللي هيعمل ده اللي هيعمل التمريد تطلع برضو من عندك بيشن ترانسفير انترنل وكسترنل لا دي مش هتطلع من عندك هنا بس انت هتشارك فيها في توقيعك لازم يكون نيرسين داريكتور مواقع عليه بيشن تشارج ممكن تطلع من تطلع انت يا اما طلع من النيرسين يا اما يكون مشارك فيها ويكون لك توقيع عليه دي مهمة جدا 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 هيشوف عندك شايفين ايه بقى نيرسين داريكتور امبليمنت ان افكتيف ميثود فور ارجنايزين الدليفري اوف بيشن كير فانشنال ولا تيم ولا برايمر كير عارفين الفرق بينهم عارفين الفرق بين وهيشوف الكلام ده منين انت هتيجي تقول انا النيرسين دليفري أو بيشن كير سيستم بتاعي بعمله على طريقة الفانشنال او طريقة التيم او طريقة البرايماري كير هيكون الكلام ده مكتوب دليفري أو بيشن كير بوليسي وهيروح في الاقسام يشوف في الراون بتاعه سريعا كده هقول لكم يعني ايه فانشنال دليفري أو بيشن كير سيستم يعني لما يطلع هيقول لك ان دي تاسك اوريانت أو تاسك سينتر يعني ايه يعني انت مثلا القسم التاعك عندك اربعة مريض عالشفت واحدة مسؤولة على الدرج ادمنستريشن بس ما بتعملش حاجة غير دينها تدي الدرج ادمنستريشن للتلاتين مريض اللي عندها واحدة تانية مسؤولة عن الفايتل ساينز فهو سؤالك عن السيستم اوف ديليبر و بيشن كير هتقول له انا شغال فانشنال فانشنال تبقى عارف في دماغك اللي هي ايه التاسك اوريانت أو تاسك سينتر يعني الاربعة مريض اللي عندك في الشفت فوق يا هيد نيرس تبقى عارف ان انت عطي واحدة منهم هتاخد فايتل سين بس للمرضى كلهم خلاص هي دورها في خلال الشفت انها تاخد الفايتل سين 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 كل اربح ساعة وتسجلهم في ملفات المرضى واحدة تانية مسؤولتها بس انها تعمل للمرضى مش تعمل حاجة تانية وحدة تانية هتعمل وحدة تانية هتعمل الفيزيشن راوند مع الفيزيشن تهمين ازاي هي دي اسمها فانشنل تيم دايما التيم يعني انا مش شفتهاش مستخدمة كتير في المستشفيات دي بتتقسم لفرق يعني مثلا انا عندي في القسم عندي نقول تمانية تمريض باخد بقسمهم الاتنين تيم وبحط على كل تيم واحد تيم ليدر يعني تيم ليدر صحر وتيم ليدر محمد وصحر دي معاها ثلاثة تمريض ومحمد معاها ثلاثة تمريض ومقسمين المرضى على بعد انت هتاخد عشرة مرضى وانا هاخد العشرة مرضى حلو التلاثة تمريض هيشتغلوا ايه ما فيش هتكون كلها مساهمات فردية يعني ايه يعني حضرتك يا صحر يا تيم ليدر هتروح ايلى مثلا نستاف عندك مونة هتقول لها روحي نقليل المرضى دي العمليات وشوية تاني هتديها تسك مختلف وشوية تقول لها روحي نقليل لدريسين فعايزة اقول لها روحي اخديلي الفايتال ساينس وبعد ما خلصت الفايتال ساينس روحي بقى اديلي الميديكيشن فاهميني ازاي ده التيم يعني انا بشتغل كل حاجة ده بيساعد فيه مؤسسات بتحبه لان هو بيساعد ان هو بيساعد بيحسن ان انا قدر اعمل كل حاجة وبقى لكن مثلا مش هقولي ان انا بس اللي والله انا بتعمل مع الانقالوجي او بتوع الهيماتولوجي لأنا بخليك بتعامل مع كل المرضى هنا فبديلك كل التاسك بتاعك اثناء الشيف والفايتال زي ما قلنا ان انا بتديلك تاسك واحد بس خلاص انت فيتال ساينس مفيش غيره دريسنج مفيش غيره خلاص بعد كده البرائماري كير البرائماري كير ودي اللي هي موجودة معظم المستشفات بتستخدمها اللي هي عندك اربعة او خمسة نيرس زي على الشيف بتدي لكل نيرس ثلاثة مرد او اربعة مرد ريشيو بس هي مسؤولة عن المريض من ايض توزي من اول ما تيجي الشيف الغت ما بتروح اساسمت خلصت الاساسمت هتروح عمله دريسنج بعد كده تديله ميديكيشن وهتفض الطبيب هتمر معاه مش عارفة مين جيبتعه الووند هيعمله دريسنج تروح معاهم المريض عايز كير هاجين هاجين هال هتعمل هولو فدي اللي بتاخد مسؤولية المريض اللي هو من اي تزيد محدش بيساعدها فيه خلاص هي مسؤولة عن كل حاجة معروف كهيد نيرس فولا ما اجه اسألك انا كسيرفير اقول لك ايه هو تقول لي ان ده او بنشتغل او بنشتغل وقلتلك القمان اللي موجود هو ما عرفش يمكن انتو عندوكم نظام برضو البرايمري مش موجود قوي اللي هو ايه بتوزع ممرضة تاخد وممرضة تاخد مثلا ميديكيشن واحد طيب بيقول لك النيرسين هو انا اتأكد ازا من بتاعت السياسات بتاعتي حضرتك هتعمل لي والراوند ده لازم اما تيجي بعد كده للسكرتارية هتقول او لها اكتبي لي منت وثق الكلام بتاعك وتكتف الراوند بتاعك ان انت مرت على قسم البطنة وقسم الجراحة والتمريض كان اوكي وان هما مع الهوسبيتال رولز والفوليس والبروسيد و ان انت شفت ميديكيشن ايرو ووزنات استفكازها وان هو انستراكت الهيد نيرس تجيب ايديوكيشن كده مثلا دي طريقة ان انت بتتأكد ان التمريض مع البروسيد هتقول والله انا بعمل مانثلي ميتينج مع الهيد نيرس وبناقش فيها كل ما يخص الامور بتاعتهم وكل قسم ان كل هيد نيرس هيربريزنت القسم بتاعتهم مشاكل OVR بتاعتهم هيعمل ريبورت بيها لو عنده سياسات طلعت من القسم عنده مشاكل فيها هتعمل من السوف ميتينج تورغول ان انت بتجتمع مع الهيد نيرس مانثلي وده لازم هتقول انا بعمل مثلا برضو كل ست الشهور اجتمع لكل التمريد بناقش فيها كل ما الامور يتخص ان احنا فيه سياسات جديدة عملنا اوارنس للسياسات والسياسات دي لما تتأكد برضو انها وصلت للقسم والقسم ده كمان يكون وصلها للتمريد مش عمل سياسة جديدة هيد نيرس او يكون الاديوكيتر لو فيه اديوكيتر عندك في القسم بتاعك انت كنيرس ديريكتور تقول لها خلاص السياسة جديدة طلعت علمت التمريد اللي عندك فيها قسم البطنة اه فين الايفيدنس تقول لك اهي فيه اكتنولوج من التمريد كله خد اديوكيشن وقادي الماتيريال وقادي الاتندنس كل الكلام ده يبقى عندك افدنس انت تأكدت ان السياسات والاجراءات اللي موجودة عندك في المستشفى او في النيرس امبليمينت بالطريقة الصحيح طيب الستانداد الرابع بيقول لك نيرس ريفيرانس زماني وال ان بوليس ار ريدي افيلابل ان اكسيس بل تقول نيرس دي هيشوف هزاي لما يجي يمر هيجي يقول لك عندك يا محمد هيتعرف عليك انا ستاف نيرس هنا حلو او في الجراحة عندك يا محمد السياسات هتقول اه فين السياسات لازم توري له السياسات يا على سيستم يا على مانوال لو ما عندك ش مفيش مشكلة طيب هيقول لك وريني كده سياسة ويشوف عارف مكانها ولا لأ فنتأكد من النقطة دي ان التمريد عارف اماكن السياسات حضرتك هتعملها الالكترونيك سيستم ومستشفى مساعداتك وعمل لك الالكترونيك سيستم حلو لازم يكون ليهم اكسس ولازم يعرفين يعمل اكسس واسأل واعمل اعمل رهيرسل واسأل الناس وريني السياسة الواند كير تعرف تطلحها اه وريني كده مسلا فيتال ساينس فوليسي كده طيب ما فيه سيستم في مانيوال لازم تكون ترينتد وموجودة والطمريد عارف بأماكنها وتسأل وتشوف الناس عارف ولا اه اول حاجة قالك سيسأل عليها مانيوال لازم يكون عندك كتب حقيقي يعني اطلبه من الادارة يديك وكتب تخص فيه طبعا المستشفات ما شاء الله عاملة سيستم يعني زي حاجات اونلاين يدخلوا عليها وكده ويفيدانسز يدخلوا ويقروا الكتب ويقروا ويقروا وارتكالز وحاجات كتيرة وفيه مستشفات ما عندها شرية كتب تخص التمريد حاجات في حاجات في حاجات في كتب موجودة على التمريد يبقى عارف مكانها لو حاب انه يرجع لحاجة فيها يرجع تطلب بها تقول له لازم تديني المانوال بتاع الانفكشن كنترول هيحط لك فيها ايه هيحط لك فيها السياسات هيحط لك فيها كمان الكلام بتاحت وامتى تاخد الفكسين بتاع الانفلونز هيحط لك فيها مثلا ازاي هتعمل بتاعك والكلام ده كله يبقى انفكشن كنترول حط لك فيها كل الجايد فيما يخص الاسوليشن بريكوشن للمرضى هيورغولك وحطولك في المانوال لازم يكون عندي سيفتي مانوال اللي احنا قلنا عليه نخلي بالك يكون عندك ماتيري سيفتي داتا شيت ويكون عندك تشيك لست لكل الكيميكال بروديكس اللي موجودة في القسم انت عندك كام والإكسفاري ديت بتاعها عشان ما تتنساش عندك بفوداين وعندك كلوروكس دي موجود ممكن تكون كميات كبيرة جدا كميات بتاعتها والإكسفاري ديت بتاعها هيكون كل ديت شيك لست وائل طبعا اهم حاجة الماتيري سيفتي داتا شيد ده من السيفتي مانوال بتاعها لكل بروديكت موجودة عدنا يكون عندك أوبريتينج مانوال لكل الميديكال بيسألوا عليها عندك فينتليتر في القسم بايباب في القسم انفيوجن بامب في القسم سيرنج بامب عندك لفتر عندك سكيل البيوزين المريض فين كل المانوال بتاعتها لإيه لإن افرد أنا كنرس أنا مش عارفة شغل بالجهاز أرجع للمانوال بتاعي فلازم يكون ما ترموش المانوال بتاع الأجهزة ولما يجبون لكم أجهزة جديدة قلهم فين المانوال وتشروعها على شلف معين وتكتبوا عليها مانوال ويبقى التمريض كله عادي فإن ما بيجي هيسة لاب لازم يدي لك هدي لك هدي 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 أنواع تيوب بتاع كل تيست أنا سي بي الراون تايم بتاع كل تيست يعني أنا ما بدي بقاش قاعد وسحبت سي بي سي ومش عارفة هتزهر ما روحش التصل بعد عشر ده وقلهم ظهرت ولا لا لا لو أنا توحت أفتح الجايد وابقى عارفة ان سي بي سي هتزهر بعد ساعة وان كدني تيست هتزهر بعد ساعة ونص ده اسمها الراون الجايد ده بيوجه يقول لك تسحب التست ده في تيوب دي بكمية كزا لازم يكون عندك كمان ديتري مانوال بيقول لك ان المريض السكر هيكل كزا عشان انت لما بتعمل أوردر للمرضى بتوعك انت بتطلبه ازاي كل نورمال ديت ولا بتطلبه ازاي هو المفروض تكتب أوردر في الفايل طب ما تكتب اوردر انت برضو تبقى ان ده خلي بالك عنده كيدني فيلير عنده ليفر فيلير عنده ديابيتس عنده هايبر تينشن عندي مانوال يقول ان المرضى دولة نوع الدايت استخدمه وادر اكتب منه الدايت للمرضى بتوعي وزي ما قلنا الماتيريال سيفتي داتا شيد ده لازم يكون في الملفات بتاعي فهو قصده هنا ان لازم يكون عندك accessible لكل النيرسين وال البروسيجر وال المانوال في الستاندرد ده هو هشوف وهيسأل عليهم في السيرفي الستاندرد الخامس يقولك النيرسين ديريكتور انشور الكمبتانسي اف دا نيرسين ستاف اه هو انا هشارك ازاي كنيرسين ديريكتور المفروض طبعا يعني يمكن انا عارفة ما بتتم الشوالة ان ساعات وزارة صحة بتدخل في بعض المستشفيات وبيقولك تلاقي كده انت جايب لك عدد من التمريض خلاص هما الوزارة طلعت ريكرويتمنت تريب وجابت لك عدد لكن الصحيح ان انت المفروض تشارك في ريكرويتمنت ازاي يبعته لك السي فيز بتاعت انت عارف النيز بتاعتك انا محتاج عشرين نيرس تكون ايكسبرينس في الاي سيو ومحتاج عشرين نيرس او ار انا عارفة النيز بتاعتك مايروحوا ليش يجيبولي تلاتين ممرضة كلهم جنرال وورد وانا محتاجة او ار واعد ادرب واعمل 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 اي ايكسبرينس فانت ليك دور في الريكرويتمنت ا بتراجع السي فيهات اللي جاتلك وبتشوف الهيرنج اوف كواليفايد نيرس بتتأكد منهم ان انا عندي عشرين سي فيي دولت على حسب النيز بتاعي او ار عندهم او ار اكسبرينس قبلوهم وشوفوهم الاخبار حتى لو انت بشتطلع في التريب دي مافيش مشكلة فالرده هيكون كده اه انا براجة عندي طبعا ستافنج بلان وده اللي هنشوف ازاي بتعمل ستافنج بلان وبتعرف النيز بتحتك عشان تروح للإيد شقار وتقول له انا محتاج خمسين نيرس على اساس ايه تلاتين نيرس على اساس ايه طيب هنا بيقول لك كمان نيرس سام دلوقتي الهيد نيرس اللي فيها او اليد ايديوكيتر عمل الكمبيتنس بتاع التمريد وتأكد وانا ريفيو وانا هواقع على الكمبيتنس مش هواقع على الكمبيتنس بتاع كل نيرس بعد ما تعمل لا هواقع على الهارد كوبي يعني الفورم التمبلت نفسها وهي طلع انت مسؤول عن اليدوكيشن حضرتك اليدوكيشن بلان بتاع التمريد انت هتوقع عليه بتاعت السنة كلها مش في عندك اليدوكيشن بتعملها ازاي بتعملها عن طريق بتروح سيرفي راوند الطريقة اللي بتعجب بنعملها عن طريق ونوزحها على التمريد ويكتبوا اي هما اليدوكيشن بتاع انا محتاجة اعرف عن فلان محتاج يعرف عن الفاب مثلا واحد تاني عايز يعرف الquality والdata analysis جمع 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 كل النيت وحطها على شكل ايه annual educational plan ووقع عليها انت ك nursing director والتيم بتاع الeducation وبعد كده طبعا انتو عندكو ايه الcompetence sheet الcompetence sheet وهي template فضية لازم يبقى توقيع عليها ان انت approved elements بتاعت الcompetence وبعدين هتتوزع على الاقسام وكل قسم ليه الcompetence بتاع في حاجة اسمها general competency وفي حاجة اسمها ايه specific competence يعني ايه general يعني general competency كل الطمريض في كل clinical area زي بعض vital science competency كله يغضر medication administration كله يغضر wanted dressing لان كل دوت general competency موجود المريض هتاخد له vital science في l-ICU وحتاخد le vital science في الفلور صح هتعمل le wanted dressing في الفلور وفي l-ICU مفيش فال وبعد كده بعد ما تخلص الجنرال اللي انت شايف ان هي كلها زيبا هتروح مطلع لكل area specialized area مجنوعة competency خاص بها اسمها specialized competency او specific competency زي ما تسميها يعني l-ICU انا لازم اعمل لكم competency على ventilator لازم اعمل لكم competency على اللي ventilator associated nominia competency و management بتاعها دي الفاب اروح اعملها nurse في الفلور لا مش محتاجة انا محنديش ventilator في الفلور عشان اعمل ده اللي موجودة عندي مثلا new net unit على incubator والحضانات ما روحش اعملها واحدة بتشتغل في burn unit كل special area لازم يكون لها specialized او specific competence بعد كده بيقولك هنا كمان ان nursing develop policies لازم يكون عندك سياسة لن nursing competency مكتوبة وواضحة بتعمل competence كل قد ويعني كلمة competence وحط اله attachment لكل competence اللي عندك general specific competence and nursing stuff competence at least annual لازم يتجدد كل سنة تتأكد مع head nurses اكدت وعملت دورك في meeting بتاعت مع عاد annual competency review اتجدد او لا هايقول لك اه خلصنا ادوني email قول لي او report قول لي ان competence 100% of your staff خليت يجي منها وخلي كل الامور دي عندك انت evidence لك طيب competence هنا هو اسهب هالك مفتوحة شوية وقال لك انت عندك طرق ودائما احنا بنستخدم لها check list وبنقول يعني مثلا IV cannulation هاي التكنيك مكتوب 1 2 3 والانجل تبقى كذا وهتعمل hand wash وبعدين هتخط النيدل بانجل 45 وهتدخل في الفين ولو ما فيش blood return هتأكمل تهميني ازاي ده competence بس بس هو قال لك ممكن برضو تكون على شكل ريت test ليه انت عندك medication administration محتاج فيها تحسب doses فلازم يكون فيها test exam على medication calculation exam لازم يكون فيها exam دي ما نفعش فيها competence ما نفعش تكنيك دي دي لازم يكون فيها exam return demonstration peer review يعني مثلا انت عملت competence معين ولقيت فالدي فيها هتدي له اسبوع او اسبوعين وهتكتف plan لازم يكون كلام ده documented على action plan على شكل report ان ال staff ده تعمل competence على blood administration وكان not capable ان هو you demonstrate or verbalize process of blood transfusion فهتقول له رح يقرأ السياسة وهتسلم للسيارئين اللي عندك اول clinical instructor وتقول له علمه ازاي وهيجي لي بعد يزبق وتعيد له مرة تانية ال competence بتاعت ال bear review يعني بعض المستشفيات بتعمله اللي هو انت بتخلي اتنين نفس level يقيموا بعض وبتعمل وليها تمبلة معينة ممكن نمضيكوا بيها bear review ان انت بتدي نيرس محمد واحمد اللي اتنين نفس level طيب وبتاخد feedback طبعا على ممكن الستطاب بس هو دايما احنا بنستخدم written test وبنستخدم checklist بتاعت الcompetency وبنستخدم peer review اللي هو زي evaluation methodology كده للperformance والskills والattitude بتاع زميل على زميل وده بتستخدمه في evaluation بتاعك في ايدك بالانوال appreza البعض كده هنا شايفين حقلكوا الcompetency زي وقال لك not limited to عايز competency على vital science للكل عايز competency على assessment and reassessment of patient ودي حتكون specialized لانه كل ارية مختلفة عن التانية صح الassessment بتاع الفلور ممكن يقول لك within two hours or until the end of duty مثلا or within 24 hours من الadmission الaber و delivery من 10 دعية من الاد mission ميديكيشن administration policy دي هتكون جنرال intravenous therapy insertion والmaintenance والbiscontinue كل دي جنرال لانه كل التمريد في كل الاريس بيدوا intravenous infection control guidelines حط بقى فيها البي ازاي يلبسها حط فيها كمان ال 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 حط فيها ال contact precautions حط فيها droplet اعمل لكل واحدة تنسي وده طبعا general لازم تكون موجودة لكل nurse في كل قسم patient fall هنا برضي يكون عندك assessment للfall وده general لان falling ممكن يحصل everywhere pulse pulse من الحاجات الاساسية اللي لازم موجودة في كل قسم لان pulse oximeter ممكن استخدمه في floor عادي nursing role cardior respiratory arrest cpr cpr everywhere لازم الاميرجنسي والانترنال disaster والاكسترنال disaster يكون عندك ودي كل التمريض الرسترين عارفين الرسترين طبعا chemical وفيزيكا وازاي وتفك كل ده عليه سياسة وهتعمل لكم كل التمريض لكل التمريض لكل تمريض لأن الكيميكا الموجود في كل مكان الكيميكا الموجود في موجود في عندك موجود في كل مكان عندك فودين بتستخدمه هتلاقيه في كل مكان شايفين البلاد والبلات رودكت برضو موجود في كل مكان عندك فدي general competency لازم demandatory list ماينفعش ان احنا نقلل عندي زود لكن ما تقللش عن الليست الستاندرد السادس احنا وصلنا النص كده الستاندرد sufficient nurses are available to meet the needs of patient هو قال لك هنا nursing director هت develop staffing plan صحيح انت بتعمل staffing plan كهيد nurse بس كnursing director يكون عندها master sheet بstuffing plan بتاعة كل قسم ويكون عندها estimation للنumber of staff اللي معروف كل shift بqualifications يكون موجودة على sheet حضرت بتعمل sheet وبتكتب فيها staffing plan of مثلا خلينا انا في التصم oncology department خلاص الstuffing plan بتاعه فانا محتاجة في الاخر بعد ما عملت staffing plan طلحت بخمسين ممرضة محتاجة منهم experience three years with chemotherapy administration experience three years in hematology department او bone transplant اكتب الqualifications زي اللي انت محتاجة طيب سؤال مهم بقى جدا هنا احنا ازاي بنحسب الستوفن جي plan خلينا نحب اسأل السؤال ده واعرف لو حد يقدر يفن فيها ستوفن جي plan عارفين بتتعمل ازاي حد يقدر يكتب لنا في chat ايه الطريقة او method اللي بنستخدمها excellent وفاء ماشي patient stuff ratio بس ازاي patient stuff ratio ازاي عدد الاسير الراحل ازاي برضو ratio طيب يبقى احنا كده عندنا اجابة اللي هي tell for the method اكتبوا كده معنا جماعة ازاي هنحسب tell for the method انت القسم بتاع كل واحدة تطبع على قسم بتاع خليني انا هتكلم على قسم في 50 سرير حلو وعندي انا حسب السياسة بتحتي اللي اسمها stuffing plan بيبقى مكتوب فيها الراحل بتاع كل القسم ودي مسؤولية مديرة التمريض هيطلع لك سياسة اسمها stuffing plan يقولك ان من المنزل الهيمتول رشو 1-3 الارشو الان رشو 1-1 فور فنت لنت لنت مكتوب فحق يعني الان لنت لنت من المن بيرم يون 1-2 ال ار مثلا 1-5 وهكزا حط كل الأقسام وحط ريشي بتاعه دي لازم تكون في السياسة خلصنا منها أنا بقى هحسبها ازاي أنا رقيحة نيرسي دلوقتي في القسم بتاع Medical Oncology وعندي 40 سرير والرشيو بتاعي في السياسة بيقول ان انت ممرضة لكل 4 مرضة لان احنا زي ما قلنا احنا هنشتغل ايه هنا مش هنشتغل Functional طيب فانت عندك الرشيو بتاعك 1 to 4 يعني كل ممرضة هتاخد 4 مرضة من A to Z اوكي اللي هو primary care ده السيستم بتاعك اللي هو delivery system اللي انت هتستخدمه في في القسمة او في الادارة خلاص اللي هو اسمه primary care system delivery of care فانت هتدي كل نيرسة هتديها المريض من A to Z يبقى الرشيو بتاعك 1 to 4 طيب هتجي تعمل ايه هتروح وقافل قاسم الخمسين سرير على اقسم معي الخمسين سرير على اربعة الشيفت عندك اتناشر ساعة صح؟ طيب اقسم لي كده الخمسين سرير على اربعة طلعوا عليك كام اتناشر ونص يبقى انا في الشيفت الواحد اللي اتناشر ساعة انا محتاج اتناشر ونص ممرضة هضربها في اتنين عشان انا عندي شيفتين صح؟ يبقى انا عايز عشان اغطى 24 ساعة من سبعة الصبح لتاني يوم سبعة الصبح انا محتاج 25 ممرضة باول حاجة عدد التمريد المطلوب عشان تغطي يوم كامل هتقسم عدد الاسر على الراشيو اللي هو خمسين سرير او اربعين سرير على الراشيو اربعة اللي هي كل ممرضة تاخد اربعة اسر وطلع لك اتناشر ونص ممرضة في الشيفت الواحد يبقى الشيفتين كامل اللي هم اربعة وعشرين خمسة وعشرين ممرضة اضرابي خمسة وعشرين كده في عدد ساعات العمل بتشتغل عدد ساعات العمل كامل اللي هي اتناشر الشيفت طيب وبعد كده اضربهم لي في سبعة اللي هو عدد ايام الاسبوع اضربنا في سبعة هنقسم على عدد ساعات العمل في الاسبوع اللي هو كام خمسة واربعين وبعد المؤسسات تمانية واربعين ساعة خمسة واربعين هيطلع لي كامل طلع لي ستة واربعين بوينت سكس يبقى انا محتاجة في القسم بتاعي ستة واربعين وستة من عشرة ممرضة علشان اغطي بس كده لا انت مش بتطلعوا اجازات وبتطلعوا سيكليف وبتطلعوا امرجنسي ليف وبي اوف صح انت امرين ده مش بياخد اوفات بيشتغل سبعة وحتشر شيفت او ستشر شيفت في الشهر واربعة وحتشر يوم اجازة نسبتهم كامل تلاتة وعشرين في المية بعض المؤسسات رفعتها لتلاتين في المية لما كان ايام الكوفيد لان كان السيكليف عالي جدا فانت حضرتك هو الستاندرد تلاتة وعشرين في المية لو حصل امرجنسي سيتيوشن زي الكريسز اللي حصل في الكوفيد ممكن ترفع لتلاتين في المية او اعلى نقسم فهنقول الستة واربعين وستة من عشرة هنضربهم في كام في تلاتة وعشرين على مية يعني انا محتاجة كمان علشان اغطي السيكليف والاميرجنسي والوف عشرة فوينت سيفن ممرضة دولة اللي هم النسبة تلاتة عشرين في المية من ستة واربعين ارجع احسب العشرة وسبعة من عشرة اللي هم النسبة اللي انا محتاجة هم تلاتة وعشرين في المية زائد العدد الاولان اللي طلع اللي هو ستة واربعين فوينت سيكس يبقى انا محتاجة كام سبعة وخمسين وتلاتة من عشرة ممرضة مش هنحسب تلاتة من عشرة وتغطي الكاباسيتي بتاعتك وتغطي على حسب الماكسيمم الكيوبان سيريت بتاعك انا بحسب على عدد الاسر ما بحسبش الكيوبان سيريت هيجي يقولك والله انت خمسين سيرير لكن الكيوبان سيريت بتاعك خمسين في المية انا مش مشكلتي افرض انا بكرة بقيت فل خدوهم انا اجيب تمريد اغطي بانا عارفة ده تمريدي في القس ممكن استغلهم في اقسام تانية بكروس ترينينج ويساعده في اقسام بس اتلست ان انا معروف ان القسم ده عنده سبعة وخمسين ممرضة طالع سبعة وخمسين وستة من عشرة هتحسبها ايه تمانية وخمسين يبقى دايما زود لو اكتر من النص هتكمل العدد كامل اقل من خمسة من عشرة شيل البوينت دي او الارقم العشرة اللي موجود اللي اقل من النص فدي الستافينج بلان لازم تكون عندك كمدير تمريد موجود في القسم وهيروح يشيك عليها كمان في الاقسام الستاندرد السابع بيقولك النارسينج دي بارتمنت بروفايد ريجيلير لأبديت ووركي سكيدول هيجي شوف لك عندك في القسم يقولك وريني الجدول بتاعك عايز تتأكد ان انت بتشتغل 12 ساعة اللي حسبت عليها الستافينج بلان او 8 ساعات اللي حسبت عليها الستافينج بلان هيشوف الجدول بتاعك هيشوف لو فيه اوفر تايم عندك فين الاوفر تايم لست هيشوف الانقل هيقولك انت اقر عندك انقل وريني الجدول الانقل بتاعك هيوري له كمان بتايم لازم يكون عندك ودي اللي احنا عارفينه ان في نهاية كل سنة في شهر اكتوبر نجهز للسنة اللي وراها والفاكيشن بلان بتتأسم ازاي بتتأسم ان انا عندي طالع معايا كام قولنا 57 ممردة السبعة وخمسين هاستنى عن ال 12 في اي طيب هاقسم السبعة وخمسين عشان الناس اللي تحسب الفاكيشن بلان قسم السبعة وخمسين ممردة اللي عندك او الاربعين او التلاتين او العشرين قسمهم على ال 12 وطلع اللي هيطلع لك اتنين ممردة كل شهر تلاتة ممردة على حسن ميطلع الجين وحاول تقلل من ال اجازات على قد ما تد طيب خلاص فهو هاشوف الفاكيشن بلان وشيينج او في سكيدول شايفين عايز يشوف كمان مثود اف ابروفينج تشينج او في سكيدول يعني مايجيش انا كهيد نرس ومش حاسة بنفسي وانا عارفة ان وفاق على الشيفت داي ولقيتها جا محمد مكانها وهي ما جاتش مين اللي غير مع مين لا لازم يكون فيه فور اسمه تشينجينج ريكويست فور يبدله مع بعض انا والله عندي ظروف فمش يقدر يجي محمد هيجي من الأجازة بتاعته يبقى محمد هيجي من off to day ووفاء من day to off يبقى ال shift بتاعها هيتغير لإيه وهو shift بتاعه هيتغير لإيه ومين هيبدل مع مين وانت كهيد نيرس تعمل approval الكلام ده لازم يبقى موجود ك evidence عليها لازم يكون في participation في education and training activities تسألك عليها كهيد نيرس لما يجي القسم هقول لك عندك education and training activities آه فين فانت عندك monthly education activities اننا الشهر ده على حسب الانوى الكالندر education اللي طالعا اني فيه 3 education program واحد مثلا يوم 15 مارس 1 10 مارس 1 23 مارس 15 مارس هطلع فلان وفلان و10 مارس فالكلام ده لازم يكون موجود عندك لو الناس مشتركة في لجان هيسألك عليها آه لازم تبقى عارف ان في كل التمريد اللي عندك ايه اللجان اللي مشترك فيها ما تبقاش ان تمريدك مشترك في لجان في المستشفى وانت مش عارف بيه تمانية بيقولك في process for assignment of nurses out of their normal working area ده اللي اسمه ايه يا جماعة اسمه cross training حيسألك على cross training مهمة جدا 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 بتنفعنا cross training آه بتنفعنا بتنفعنا ان المثلا عما بيحصل disaster وتلاقي ان الاي سيو جالها huge rush number of patients وانا عشفت عندي مفيش غير كانوا خمسة او ستة ادوبة مغطين المرضى اللي كانوا موجودين فهنا cross training فادني cross training ابعد من فترة للتاني ودي اللي استدي تكون في مكتب التمريد وتكون في الاقسام ان انا دربت فايزة اللي بتشتغل في الانكالوجي هواديها في الاو ار شهر او ثلاث شهور يبقى هي عندها experience في الاو ار لو حصل احتاجتها وترجح قسمها تاني هروح اخد فايزة مثلا اوديها للاي سيو هتشتغل ثلاث شهور هناك cross training وكل الكلام ده لستة فايزة القسم التحة انقالوجي عملت لها cross training to ICU واللسة دي موجودة في مكتب التمريد وموجودة في الاقسام يبقى يوم محتاج ويحصل لكرايزة في اي ارية فاين ال cross training list يا جماعة اهو اه ده في فلان وفلان واتصل عليهم خليهم ييجوا ده دولة واخدين cross training في الارية اللي انا محتاجة فيها فال cross training مهم جدا تسعة nursing services are provided by qualified nursing يعني هيشيك هيقول لك لازم يكون عندك head nurse وهيشوف ال personal file لكل ال head nurses اللي عندك فانت يا nursing director تتأكد ان ال head nurses يكونوا qualified كون معاهم managerial experience وفيه certificate وفي job description ومعمل لهم تاني privilege ومعمل لهم تاني credentiality process موجودة خلاص وهيقول لك ان فيه عندك nursing assistant ايوا هيتأكد ان فيه هياخد sample يقول لك اديني اسمها هيروح يشيك على personal file وشوف job description بتاعتها وهيشوف ان هي experience بتاعتها ايه والكلام ده هيتشوفه كمان في ال organizational chart بتاعتك ان nursing assistant ان دي الغلطة بيغلطوا فيها يروح حطنها reporting and same level of nursing لأ nursing assistant لما تحطها 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 تحت التمريد متحطهاش تحت ال head nurse هي مش تحت ال head nurse هي تحت التمريد لانها بتتريبورت المين لرجسترد نيرس ولازم زي ما قلنا يكون في job description بعدين فيه comprehensive nursing assessment for each patient of an admission هيقول لك على سياسة اهو nursing assistant كده لازم تطلع من عندك ك nursing director يكون عندك سياسة لل nursing assessment and reassessment فين السياسة اهي وهيقول لك وريني template وريني ال form بتاع nursing assessment وهيشيك على مريد لما يروح لأقسام هشيك على مريد اي مريد هشوف nursing assessment كده لازم يكون عندك الحاجات دي موجودة ولو مش موجودة تعدل سياستك وتعدل ال form يكون عندك history of patient والcomplain بتاحته تكون موجودة يكون drug allergy very clear موجود و documented يكون physical condition بتاحت المريد عنده fracture عنده اي مشكلة من تالي problem كل دوت هيكون في ال assessment موجود psychosocial status بتاحت المريد تكون برضو موجودة بتاحته مريد irritable مريد confusing مريد glasco بتاحته قليلة pain assessment open admission لازم تكون في ال assessment وال score بتاع ال assessment ال pain كام وعلى اساسه هنشوف هنعمل اي في الكلام ده the nutritional status هل هو نجي تي هل هو بياخد normal feeding هل هو بياخد oral هل هو MBO كل الكلام ده تحط في ال assessment the discharge planning the discharge planning ما تتفصلش the discharge planning part من ال initial assessment مع the admission اجهز the discharge plan حتى لو يخرج بعد اسبوع اجهز ال needs بتاحته محتاج the nutritional support اه اكلم the nutrition خلي بالكو عند مريد هيخرج بعد اسبوع ومحتاج ensure جهزوله محتاج physical support اه المريد دوت محتاج walker يلا يا مثلا شوفوا مين عندكم the social worker انا محتاج walker او the physical therapy للمريد دوت هيخرج كل الامور دي تبقى جاهزة محتاج اسعاب هتنقل المريد لبيته فكل الامور دي في discharge planning تبقى موجودة skin assessment شايقه على المريد يفرج جايلك بpressure ulcer عشان انت ما تلبست الpressure ulcer وقولك ده جات عندك لا انا عامل skin assessment والمريد ده جايلي ب great risk pressure ulcer تبقى documented عندك full risk assessment المريد ده full قبل كده history في البيت هاخد precaution زيادة ده high risk او low risk او intermediate risk وايه الprecaution بتاعتك على اساس full risk assessment حلو قوي انت بتعمل هنا nursing assessment بتاعتك ابن admission وهتكتب في السياسة برضه خلال يا امة زي ما تحب طبعا الكلام دوت يبقى مكتوب في السياسة للكلور العادي مستشفات بتقولك ممكن خلال two hours within two hours from the admission وفي يقولك within two hours and before end of shift وفي يقولك within 24 hours من الadmission سيبها لك 24 ساعة انت بتاعتك الاي سيو لك 30 minutes الليبر والديليبر حطى لك 10 دقايق فكل area زي ما قلنا قبل كده الاستيسمنت بتاعها الطايم فريم يكون مختلف مش كل المرضى اقول خلال 24 ساعة مريض الاي سيو ده هاخده ويعمل له انتشي الاساسمنت وبعد 24 ساعة يكون مات فده لازم يكون يعني الطايم بتاعه يكون ماكسيمم بتاعه يعني ممكن تكون 60 مينت طيب بعد كده عملنا الاساسمنت انا بطلع من الاساسمنت دي بايه بنيرسنج كير بلان المريض عندي يطلع فولي ريسكي اساسمنت هاي يبقى انا نخلي بالي انا عايزة كير بلان توبريفينت الباشنت فولي عندي المريض وانا بعمله اساسمنت طلع عند فراجيلي سكن او جايلي بفريشر ألسر يبقى انا عايزة مانجمنت أو فريشر ألسر الحلو ان انتو تعملوه ما تخلوش التمريد تقيل هيكتب النيرسنج كير بلان فين اعملو له تيمبل الجهزة يا جماعة هتحطوا المشاكل كلها اللي ممكن تطلع من الاساسمنت هاي ريسك فور فول هاي ريسك فور انفكشن سايكولوجيكال ديستوربنس سليدنج ديستوربنس فيدنج كل الكلام دا يطلع منك اعملو له خمسين ستين نيرسنج كير بلان كل واحدة لوحدها طبعا والنيرسنج كير بلان بعد ما تحطوا المشكلة البروبلم حطوا له كمان الايه الانتروفنشن انا المريض بتاع الفول دا هاي ريسك هعملو ايه هعملو هاخد البروكوشن اللي هو والسايد ريلز لوبد ليفل واللايتد روم صح كل دي يبقى انا كنيرس ما تغلبش بقى مش هاعدك تب نيرسنج كير بلان فيه تمبلت جاهزة اه دا انا المريض الاساسمنت بتاعه طلع هاي ريسك فور فول فين الفورم بتاعه الهاي ريسك بريفنشن اوف فوق فشن فول اهي هاخدها و تيك 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 مبرد تيك نعملها نظام شفتات ان هي قاني لان لازم النيرسنج كير بلانت افضيت ايه افريشفت هي مش مرة في اليوم كل شفت لان ممكن يحصل تغيير في الاستاتس لحت المريض من شفت لشفت عشان كده قلق واكد عليها ان النيرسنج كير بلانت اتعمل افريشف والبايشنت ري اسسيسمنت افريشف النشي الاسسيسمنت قبلا ادميش لكن كل شفت لازم يتعامل افرد المريض دا دي تريريت دا طلبت له ور ار تي صح رابد ري اسبونس تين طلبت له قوت بلو المريض دايد كل دا لازم يتغيير المريض حصل له فول المريض راح لعمليات ورجع بكونشيس مختلف تماما فكل لاشان كده لازم الري اسسيسمنت كل شفت وتشينج كوندشن وكمان الفول سوري البيشنت كير بلان كل شفت او لو حصل تشينج كوندشن بلانت طيب الستاندرد الحداشر بيقول لك نيرسين كير بلان ودي اللي احنا قلناه فارجو ان يكون عندكم مجموعة نيرسين كير بلان موجودة بري برينتد جاهزة في القصف خمسين ستين على حسب المشاكل على حسب السكوب بتاعك على حسب السيربس وعلى حسب مستشفىك بتشغل في ايه وحطها للتمريد بحيث ان انا ايه معودش اكتب كير بلان وكل واحد يخترع على مزاجه يقول لا يبقى فيه نيرسين كير بلان تنبلت وبوجه الناس وفير كلير بالنسبة اخر ستاندرد هنا بيقولك ان النيرسين ديبارتمنت انشور اديكوة سبلاز اند اكويبمنت فور دا سيف اند افكتب برويجن افكير طيب ابقى عارفة انا كنيرسين داريكتور وكهيد نيرس ان انا في كل قسم ايه الميديكال اكويبمنت اللي عند عندي ستريتشير كام واحد وايه الميديكال اكويبمنت بتاعتي بتاعتي اللي هي الديناماب وعندي وليتشير كام كورسي وعندي فوتسول كام كورسي واحد وعندي لفتنج ديفايزز كام واحد وعندي ريسترين كام وعندي البيت رييلز لو في مثلا اسر محتاجة رييلز او بروكن بيتز كام فالمهم يكون عندك عدد كل الاجهزة اللي موجودة عندك واعمل لها نمبر لستة هتحط كل الاجهزة اسم الجهاز هتحط النمبر بتاعته وهتحط كمان المهم هي مش مذكورة هنا بس دي بيتفتش عليها اسمها البي بي ام اللي هي ابقى انا عارف ان المنتننس جه الجهاز ده تشيك عليه وصالح للاستخدام من تشيك عليه في ستة تلاتة وعشرين والديو ديت بتاعته يعني التقييم مرة تانية هيكون ستة اربعة وعشرين اللي استديع عندي في القسم فقاجي في ستة اربعة وعشرين لو هم مجوش انا تواصل معهم وارفع ريكوست تتعالى شيكلي على البي بي ام يعني صلاحية الجهاز دي مستخدمش جهاز البي بي ام بتاعه اكسبايرت لان ممكن فعلا يديني رونج ريدنج اذا كان اس جي ماشين او ماشين بنتليتر او اي ماشين عندك بتحتاجها المريض فكل الاجهزة دي لازم تكون وكمان تبقى عارف الاكويبم انت علشان عارفين العهد والكلام دي ما يكونش عندك اتنين جهاز اس جي وهوب تلاقي بعد ستة شهور بتدور على الجهاز ملاقيتهوش فانت عندك وتكون سيكيورد وتكون الغرفة مكفولة مفتاح الالكترونيكي اي طريقة المهم غرف الاكويبم تكون سيكيورد وليها لست عندك وتبقى عارف انت عندك كهيدنرس عندك كام جهاز موجود خلاص طيب نقطة مهمة جدا جدا شوية ان شاء الله بس نفلصها سريعا في نفس الستاندرد هيجيما يشيك هيشيك لك على اللستة وهي ميديكا الاكويبمينت بس لا قال لك سابلايس ولينين فعايز يشوف ايه عايز يشوف الكريتكال وعايز يشوف الوردر ريكويست بتاعك اللي موجود يعني ازاي اولا هيكون فيه سياسة طلعة من التمريد اسمها وفي كل قسم من الاقسام يا نيرسنج داريكتور وهي نيرسنج تكون عندك اللستور بتاعت الميديكال سابلايس ماشينز خلاص ابقى انا عارفها وعارفها واضعها شان لو ماشين غير صالح ابقى انا قادرت له من النيرسنج داريكتور انهم غير صالحين فهي اللي بتريبريزنت كل الكلام ده مش كل هيدنرسة هيجري على مدير المستشفى مش كل بي سيتي ولا تيكنيشن هتروح هي مع نفسها على الستور وتدور على اجهاز لا اقول له يصب في الاخر عند النيرسنج داريكتور طيب فهو هدلوقتي هنا نقطة مهمة جدا بالنسبة لللينن وبالنسبة للديسبوزابل سابلايس عايز يشوف سياسة سمعه ستاك مانيش ماند طالس حضرتك هتعمل لي اكسل شيت عندك في القسم الاكسل شيت دي هتحط فيها واحدة لللينن واحدة للديسبوزابل سابلايس اللي هي النيدل والستيرينج والكانولا والسيبرت نيدل والكلام ده كله هكون موجود وهتحط فيها اول حاجة الاكسل الكوانتيتي طبعا اللي هو اسمه ايه الكوانتيتي اسمه ستاندرد ستوك يعني ايه ستاندرد ستوك الكميات اللي انت بتطلبها انا طلبت عشرين تلاتين اربعين بكتبها طيب وبحط الكسفير يديد بتاعها لشان اشوف لكي حاجة اكسفير بعد كده استبرت شكل وحدها لما تيجي تقول لي انا هطلب ستوك دلوقتي طلبت تلاتين على اساس ايه طلبت اربعين على اساس ايه شوف معاي هتحسب لمدة تلات شهور لو انت مش بتعمل الكلام ده هو تبدأ اعمل هتحسب average AMU اللي هو اسمه ايه average monthly use هتيجي تلات شهور اول شهر مثلا شهر يناير وفبراير ومارس شهر يناير استخدمت مين كانولا وشهر فبراير استخدمت سبعين كانولا وشهر مارس استخدمت تمانين كانولا مية زا التمانية زا السبعين على تلاتة ده اسمه الAMU اللي هو average monthly usage اللي هو استهلاكك المتوسط بتاع كل شهر حلو وهتحط لي بعد كده كولومن تاني اسمه buffer stock buffer stock اللي هو المخزون الاحتياطي اختصاره بي اس زي الAMU average monthly usage هتستخدم ال buffer stock اللي هو البي اس البي اس ده كم نسبته 30% اللي ستاندرد بيقول 30% من الAMU هو انت دلوقتي استخدمت في normal situations ميت كانولا في الوضع الطبيعي افرض حصلنك disaster افرض حصل expansion شل الأسرة فجأة وقالك انت خمسين انا هخليك خمسة وسبعين سرير فانت طول الوقت لازم يكون عندك حاجة اسمها buffer stock اللي هو المخزون الاحتياطي المخزون الاحتياطي كل الليتريتشر والبيبر بتقول انها 30% من الAMU فانت حسب الAMU بتاعك طلع استهلاك متوسطه الشهري 100 هتضرب المية في 0.3 هيتلعه 30 يبقى انت لازم يكون عندك 130 كانوا في القسم مش 100 بس ما تتقول استهلاك الشهري 100 ايوش قطيلي 30 اللي هم 30% بتاعه الAMU اللي هم in case of emergency situation و disaster expansion هم دولة البوفر حسب الAMU اللي احنا قلنا عليهم تتضرب في 0.3 هيتلعلك البوفر استوك اختصارها البي اس وهي دي البوفر يبقى انا محتاجة طول الوقت عندي يكون موجود ال120 جبتها منين ال120 اللي هو اسمها ethereurized stock level اللي هو الAMU اللي حسبتها زائد البي اس يعني المية استهلاك الشهري زائد البوفر اللي هو العدد الاحتياط اللي هم 30 يبقى انت ethereurized stock level دولاك لازم يكون all the time available 130 هقولك ليه علشان لما حضرتك تطلب bar level يمكن سمعنا عنه bar level bar level ده اللي هو التجديد التلقاء الperiodic automatic replenishment يعني التجديد التلقائي للسبلاي بتاعك هتيجي تطلب كل اسبوع مثلا انت بتطلب ركوستات كل اسبوع هتطلب كام كانوا هتبص للbar level ده هي دلوقتي البي سيتي اللي عندي عدت تلاقيتهم 90 وانا المفروض اكون كام ethereurized stock level 120 تروح طلب 30 بس هتيجي الاسبوع اللي وراها عدت لقيت 110 كانوا لأ وانا المفروض ethereurized stock level 120 يبقى هتطلب كان هتطلب 10 بس هي دي قصة bar level ده بفهمها هيتعامل عليها education مسئولية head nurse ومسئولية technician اللي موجود مفيش technician في القسم هتكون مسئولية assignment اللي موجودون في القسم نعلمهم ازاي ممكن نعملها automated scale بإكسل sheet تحسب automatic الحاجات دي عشان الناس ما تقعدش تحسب وpoint 3 وتضرب وتجمع لا احنا بنعمل sheets جاهزة وعلى اساسها بنطلع علينا power level والاستهلاك الشهري والmaximum level بتاعي والpower level اللي هو لما بوصله انا لازم اطلب تاني الكمية كما شامد يقولك انت بتطلب 10 linen على اساس ايه طلبت 10 on على اساس ايه وما يبقاش عندك overstocking او lower stuffing في المكان وتلاقي نفسك مثلا مفروض وعندك كانولات لقيت نفسك zero ده power level اللي هو zero level بتاعك ان انت ماينفعش ان انا اقل عنه انا وصلت لكده لازم ارجع تاني اللي هو المفروض طول الوقت اللي قلنا البفر والابرج month اللي موجود تمام دي كده احنا خلصنا شرح ال standard دي check list بييجي بها survey زي ما قلنا سريعا بشي closed session يعني بيجيبك في المكتب بتاع nursing director بيجيب وبيطلب منها الامور دي بيشوف الorganization زي ما شرحنا بيشوف الeducation program احنا ما بنخترع هوش يا جماعة احنا بنعمل حاجة زي ما قلنا بنسأل التمريض اعملوها بأي طريقة اعملوا survey اعملوا اسئلة ابعتوا ناس تسأل المهم جمعوا الneeds assessment وكتبوها في فرق كتبوه على شكل annual education plan وتتوقع من مدير التمريض وتوقع من قسم education لو عندك قسم education ويبتدي يتحق على توزع لها خلال السنة وتبتدي التمريض يحضرها يكون عندك quality plan رفين ايه هي الquality plan ويكون عندك واضحة ويتعمل لها monitoring بتاعك وإيه اللي انت عملته للquality plan اللي موجودة عندك يكون فيه واضح جدا ميشن موجودة في القسم للتمريض هيكون عندك scope of service واضح ما تكتبش حاجة مش موجود تكتبش burn unit انت معندكش ما تكتبش عندي يكون one team وانا معنديش one team فاللي مكتوب في ال scope هو اللي موجود working hours زي ما بتشتغل تكتبه خلاص هيسألك كمان closing director for closed decision زي ما احنا شايفين executive committee هل انت مشاركة في executive committee هاللي كان هشوف موضوع اللي كان هشوف الفارماسي وسطربيط committee انت مشاركة فيها ولا لا هشوف واسمك موجود فيها ولا لا هشوف ال infection control committee انت موجودة في اللجنة ولا لا ال quality management committee لازم يكون موجودة فيتأكدوا بنفسك يا جماعة اللي جندي انتو اساميكو فيها هتشوف policy يقولك ديني multi disciplinary policy و procedure في مجموعة سياسات زي ما قلنا لازم تشارك فيها الادارات هما مش هعملوها مع نفسهم لازم انت تكون part منها زي مثلا external disaster policy لازم تكون موقعين عليها pharmacy policy لازم تكون موقع عليها internal disaster policy لازم تكون موقع عليها طيب نرجح تاني بس الموضوع اللي جان لو المستشفى هتاخد اول مرة accreditation هتطلب minutes of meeting لاخر اربح شهور لو المستشفى بتاخد re-accreditation هتطلب اخر سنة minutes of meeting لللي جان اللي قلنا عليها قبل كده خلاص فهيطلبه منك multi-disciplinary policies and procedures زي ما قلنا في safety plan في hand off policy في blood transfusion policy internal and external disaster policy الassessment ال reassessment تخص hospital wide policy لازم تكون موقع فيها هنا هنشوف كمان request departmental هيروح في الاقسام ويسأل عليها ويسألك انت انت ايه الاقسام اذا كانت من staffing plan هتورهاله فين staffing needs بتاعتك ازاي رفعتها للHR بالاعداد وازاي حسبتها زي ما قلنا كل دوت هيسأل عليها مدير التمريض وهيسأل على departmental staffing plan هنا وال resources بتاعتك كلها من equipment machine على اساس اي طلبتها وهنا اسألك فيها ايه system اللي انت بتاخده في care اذا كان functional او اذا كان team او اذا كان primary وهيشوف الكلام دوت لما يطلع الفلور من خلال الجداول ومن خلال interview اللي بيعمله للتمريض هيسألهم انت دورك ايه هقوله انا باخد vital science بس وانت اقيل له ايه اقيل له دي primary primary يعني انت بياخد التمريض من اول الاخ شايفين دي مجموعة السياسات كلها اللي قلنا عليها policy الهند over admission education emergency policy school دي سياسات policy out on base hair stream policy pain management كلها تطلع يا اما من عندك يا اما لو مش هتطلع من التمريض اتليست تكون موقع عليها من التمريض ال power level policy تكون طلعة من عندك لو هتعمل على مستوى level of nursing supply او على مستوى لو مثلا اللي store و supply chain يعملوها بس برضو تكون التمريض مشارك في التوقيع بتاعها طيب nursing competence هشوف السياسة هشوف competence زي ما قلنا cross training policy هشوف هي nursing list هشوف و هشوف departmental staffing planning انت عندك staffing plan وهيطلع الاقسام هشوف و دي هتكون في departmental manual بتاعك هدنرس كل دي closed decision هشوف معاك وبعد كده هنا unit documents اللي في الاقسام كل الكلام اللي قلنا هنشوف هنشوف الهند و هشوف البروسيس تحت الهند اوفر وهيشوف الـ schedule وهيشوف الـ bar level وهيشوف الميديكال equipment وال ppm بتاعتها هيشوف المانوال الـ data manual هيشوف الحالات downtime و information system downtime والتمريد بيعمل ايه والpolicy عارفينها وقال لا لو حصل shut down للسيستم هيروح يستخدمه المانوال تب oncology هيروح يشوف oncology radiotherapy policies و procedure هيروح على الطوارق ويشوف الترياج وترياج بتاعتك هيروح على الطوارق ويشوف الانسيزيا وال privilege بتاعه كل الكلام اللي احنا قلناه هنا هيروح على الـ hans ويشوف الـ process وازاي مكتوبة وايه التولز اللي انت بتستخدمها في الhans ويشيك في الفايل مش مجرد تقوله بسه ويسأل وهيسألك ويشيك عليها نفس الكلام لو في pico عندك لو في neuro icu برضه شوف السياسات وهنا ccu السياسات وconcious sedation زي ما قلناه يكون في concious sedation عندك هشوف medical file وهشوف process of concious sedation ونشوف course والآلم نسب تحت الكورس يبقى من هنا نوصل in surveyor بيعمل ايه بيعمل stuff interview وبيعمل document review document review يعني ايه يعني السياسات document review يعني stuff interview هيقبل personal file review هيروح لشوف personal file بتاع السياسات document evidence لاني في ناس بطلق document evidence document review document review سياسات guidelines document evidence يعني انت عمل checklist عمل template عمل form observation يعني هو وقف وعمل بيعمل observation observation للمستشفى والبروسيس اللي موجودة في المستشفى دي سريعا برضو اللجان جمعت لكم كلها مجموعة اللجان اللي هي يمن ده تري تكون موجودة عندك في مستشفى عندك دي طبعا hospital وفي حاجات احنا قلنا عليها هتكون انت مشارك فيها في التمريض executive management committee ده هيتلع من السي أو بس انت تكون فيها nursing director pharmacy صحيح من الصيدلاء بس انت فارت فيها mortality والmorbidity دي اطباء infection prevention لازم تكون انت فيها CPR لازم يكون فيها التمريض credentiality و privilege لازم يكون فيها تمريض OR room يكون فيها تمريض tissue review مش مش محتاج محتاج blood utilization هنا لازم تمريض التمريض quality والميديكال ريكورد لازم تمريض يكون فيها 19 لجنة طلبهم سباهي كونوا موجودين utilization review committee يكون فيها تمريض والميديكال دي ميديكال executive committee oncology radiotherapy committee دي على مستوى الانكاليجي ويكون فيها تمريض من الانكاليجي safety committee لازم انت تكون فيها research لو عندك لجنة research برضو patient responsibility VTE لازم يكون لجنة من التمريض برضو يكون في عضو فيها international patient safety goals لان دي كلها ESR standard يكون فيها برضو من التمريض international patient safety goal كمتي لو عندك رئيسها يكون nursing director مش حد تاني دي على مستوى المراكز الصحية خلينا نتخطها طيب كده احنا خلصنا آم آم لو في اي سؤال اي حاجة امقدر نفيد كبير طبعا احنا كل الشرح اللي احنا قلنا دا كله عليه policies وعليه وعليه فورمات لازم نشتغل الحاجات دي ونعملها بادينا طبعا آم ففي لطس مطلوبة آم الشرح قلنا صحيح لكن مهمة آم يعني تحتعملكوا في اي وقت لو احتاجتوا اي حاجة آم معاكم طبعا ان شاء الله من حلال دكتورة زينب لو احتاجتوا اي حاجة انا معاكم اي سابورت في ايه ديكيمنت ان شاء الله نقدر نساعدك بيها وبالتفيدك جميعا يا رب اهم حاجة تكونوا استفدتوا انا بسلطة الفيدباك وواضح ان هو الحمد لله الامور كانت تتواصلها بسلطة واضحة بالنسبة لكم آم يعني احنا زميل لو احتاجتوا اي حاجة دكتورة زينب آم ارجوكي يعني لا تترددي ان احنا نقدر نساعد اي حد آم بحدفنا طبعا ان احنا نوصل يعني ان شاء الله للبست ليفل بازن الله تعالى ان شاء الله آم السلام عليكم شكرا جدا مسفايزر صراحة ما شاء الله شرحة وافية جدا جدا مفصل جدا جدا آآ الله مبرك زي المرة اللي فاتت الزملاء طبعا في بلاد بتاعهم ماضح استفادوا جدا لنقاط كتير تفصيلية كانت غيبة على كتير منهم آآ طبعا زملاءنا اللي حابين يشاركونا في الكورس التفصيلي اكتر اللي هو يكون على مدار اربعة وعشرين ساعة آآ الى ستة وعشرين ساعة آآ يعني ان شاء الله فضلا يتواصلوا معي على رقم الواتساب اللي بينزل على الشات وان شاء الله لبعات لكم تفاصيل الكورس وان شاء الله هنبدأ فقارة بوقت ممكن زملاءنا اللي حابين يفسروا على اي من كورساتنا المدفوعة التانية فضلا نتواصلوا مع رقم الواتساب ان شاء الله اللي بينزل على الشات او برامجنا المجانية السابقة برضو فضلا نتواصل على رقم الواتساب ان شاء الله اللي كان بينزل على الشات هنزله مرة اخرى لو حد ما خدش باله او لسه مش متابع آآ وانا معاكم ان شاء الله لدقيق في اي سفسار آآ لو زي نحطر على الشهادة في محاضرات بساعات تعليم موعدها امتى آآ ممكن نتواصل على رقم رقم الواتساب ان شاء الله دلوقتي للحصول على الشهادات تمام احطها تاني مرة اخرى جاء رقم قدمة العملاء ان شاء الله التسجيل على السايت والحصول على الشهادات آآ اللي عايز يحصل على تفاصيل الكورس ان شاء الله المدفوع الكامل فضلا نتواصل معي على رقم الاتين اشتركوا في القناة